السلام عليكم كيف اخباركم ان شاء الله طيبين كيف احوالكم ان شاء الله طيبين النازل قالوا قلبي السراري قلبي السراري يجينا ونطلع غساني ان شاء الله كيف احوالكم ان شاء الله بخير كيف اخباركم اطمنون عليكم نازل في الله إن شاء الله طيبين نازل برا الله السلام عليكم أمهاتنا وأبانا الكرام أخوانا وأخواتنا أبنائنا وبناتنا سلام عليكم قوات مسلح مستنفرين سننار سلام عليكم تباه عمل خاص سننار سلام عليكم مقاومة شعبية مستنفرين السلام عليكم كيف أخباركم يا أخي ربنا أحفظكم يا أخي كيف أحوالكم سيد الوالي والسيد القائد العام منطقة السننار العسكرية سلام عليكم وكل القوى اتباه والله والله السودان ده كل واقف لكم اتباه ربنا احفظكم ان شاء الله سيد القائد العام برهان سلام عليكم كباشي سلام عليكم سرعاته سلام عليكم اللبيب آدم هارون سلام عليكم سيد والولايات الخرطوم سلام عليكم المؤسسة العسكرية سلام عليكم كيف حوالكم ان شاء الله طيبين النازحين في السودان وبر السودان الفياثيوبيا سلام عليكم معاكم قلبا وقالبا والله في كسلة سلام عليكم النازحين في المدارس والبتعرض للتهجير ومقترحات الولاية السيد الوالي سلام عليكم ولكسلة سادة الرشادة إدارات الأهلية في كسلة يعني سلام عليكم تصارات القوات المسلحة مصنع سكر سنار سلام عليكم الحداد الحاج عبد الله سلام عليكم كيف أخباركم المناقل شغل بختلف من أمبارح وهو الأمبارح والليلة ربنا أحفظكم إن شاء الله في بحري وفي مدرمان في الفاشر سلام عليكم فاشر السلطان الصامدين هناك هجانا هجانا جغمت الدعامة دي الكلون أهما في موضوع اليوم عندي كيف أخباركم إن شاء الله ضيبين غربي كردفان إدارات أهلية وقفتكم وصمودكم سلام عليكم الإدارات الأهلية في زيارة وتوحيد الأراء في مختلف أرجاء السودان في شندي سلام عليكم حجر العسل قوات مسلحة السلام عليكم كيف أحوالكم جبل الموية إن شاء الله طيبين جبل الموية كيف أخباركم إن شاء الله طيبين حارب زاته ورتنا معالم وجغرافية السودان حقيقة الله أديكم العافية إن شاء الله طيبين في الله يا أخو أخص بالله العظيم مشتاقين كيف أحوالكم صرفة سلام عليكم حبيزنا يا أخو نبارك لشعب السوداني الانتصارات المتوالية ولله الحمد والمنى وذلك الفضل من الله عز وجل يعني ربنا إنصركم وربنا تقبل منكم جهدكم وجهادكم يا رب العالمين ياسر احتياطي سلام عليكم فعليين ربنا يتقبلك شهيد وربنا يتقبل شهداء القوات المسلحة كل يوم وفي معركة الكرامة وربنا ينزلكم منزل صدق عند عزيز مقتدر يا رب العالمين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين ربنا يتقبلك يا ياسر وربنا يتقبل كل شهدان الكرام وربنا يثبت أهلكم وربنا يثبت زويكم وربنا يثبت أصحابكم وربنا يثبت دفعتكم وربنا يثبت السودان بدماءكم الطاهرة يا رب العالمين حفظ الله الاسرة بخير ما يحفظوا به الأنبياء والمرسلين وشفى الله المصابين والمرضى يا رب العالمين السلام عليكم كيف أخباركم إن شاء الله طيبين يا حاصل شنو الحاصل شنو الليلة انتصارات القوات المسلحة والناس عارفة تفاصيل كثيرة جدا عن المعركة ويعني هي لسه منجلت تماما ولكن تفاصيل تلقاها في حتات مختلفة عمار حسن كتب التفاصيل قال حشدت المليشية المتمردة كل قواتها بنية الهجوم على سنار سنار النار يعني سنار ان شاء الله ما بتخاب عليها وما في اهلها وسود الرجال وقطع الطريق الرابط الى ولايات النيل الابيط والسنار وبالتالي قطع كردفان وشرق السودان يعني كان الدعم السريع الليل عنده هجوم كبير جدا على ولاية السنار وعنده هجوم استراتيجي يعني استخدم فيه كل قوته وحشد فيه وحشده بقياداته المتوفرة في الميدان اللي هم انتوا عارفين نون البيشي وقجة وكيكل عنده هن تاني زول ظاهر في زول عندهن زول يعني معروف كده القوني وعمر جبريل تاني في منه تاني عندهن الجوفاني تاني عندهم منه تاني عندهم حمدوك خالي السيليك تاني منه وسام السعيد تاني منه حنان حسن يعني هو الان يحشد في كل القوة بتاته ها اسمه محمود محمد طه تاني عندهم منه ديال الناس الليلة المعركة بتاع السنار مشو فيها حشدت المليشي المتمردة كل قواتها بنية الهجوم على سنار وقطع الطريق الرابط بين ولاية النيل الأبيض وسنار وبالتالي قطع كردفان وشرق السودان جبل موية منطقة جبلية ممتدة قاعد جنوب سنار على الطريق الرابط بين سنار والنيل الأبيض وهو طريق حيوي وفاعل تسارع المليشي المتمردة الخطى لتحقيق أوهامها قبل دخول فترة الخريف وقد جهزت كذلك تركتورات بديلة للعربات القتالية والله ادعا ما دين أعملين فاجهزين جايبين التركتورات بتاعتهم طبعا التأتشارات بتوحل وإحنا عندنا طيران المابي وحل جابوا حاجاتهم قلت قيادة المليشي تمارس ضغوط كبيرة على البيشي حتى يسيطر على سنار اسوى بما فعله كيكل في الجزيرة وأهلها وأصبح البيشي مطالب بمثل هذه المغامرات لكي ينجح لذلك غاد هجوم اليوم بنفسه وبدأت المليشي هجومها اليوم عند الساعة الخامسة فجرا عن طريق المسيرات والمدفعية الثغيلة وعند شروق الشمس بدأ الهجوم بالمشاة القوات المسلحة وقوات جهاز المخابرات والمجاهدين والمرابطين والمستنفرين والمقاومة الشعبية عند الموعد وما زال الوضع تحت السيطرة والمليشي تتكبت خسائر كبيرة في الأرواح والأتاد ولم تسيطر على جبل موية وما زال الرماء على مواقعهم لم ينسحبوا أو يتراجعوا اجتهد إعلام المليشي في نشر معلومات مضللة وفيديوهات تم تصويرها من مناطق مختلفة كأنها تصور الوضع في جبل موية قدمنا في هذه المعركة شهداء نسى الله لهم القبول والرحمة وجرح نسى الله لهم مع أجل الشفاء ما زالت المعركة مستمرة وقواتكم إلى الآن في إطار شن مطاردة شتات المليشي المتمردة نسى الله نصر القوات المسلحة ونسى الله الثبات لقواتنا المسلحة في الميدان المعركة ما زالت مستمرة ومن بشرية المعركة ورفع المعنويات الليلة التكتيكة الجديدة اللي استخدموا الجيش فيه تفاصيل ممكن الناس ما تكون عرفاها الليلة الجيش استخدم خمسة أسراب من الطيران قولوا ما شاء الله حجة طنط طنط قولوا ما شاء الله هم؟ هسي مكان شغال كويس الله يبدأ مالوقف كده رجعت هنا صح؟ كويس كده واضح صح؟ طيب الحاجة اللي حصلت الليلة في التكتيكة العسكري في المعركة دي الجيش استخدم الطيران ودتفاصيل المعركة الجوية الجيش استخدم خمسة أسراب من الطيران الجوي الطيران العسكري قال لك السيربا الواحد فيه ثلاثة طيارات من مختلف الأنواع المقاتلات وكانت تتبادل القصف بتكتيك رائع جدا كانت نتيجته الأولى تدمير 37 لاندكروزر مسلح بالثنائيات والدوشكات ثم هروب بقية العربات القتالية التي تبعتها المروحيات والأبابيل وفعلت بها الأفاعل الناس الليلة شافوا شغل بختلف في الميدان وحتى القوات المسلحة والموشه وكل الناس في الميدان يعني كان رفعوا فيديوهات شفتوا الأبابيل وشفتوا الأنتينوف وشفتوا الميج والسخوي وشفتوا تشكيلات مختلفة من الطيرات المقاتلة وكان فيه تناسق أنا وأقول لك كل مرة أنتوا بشوفوا تطور في العمليات العسكرية وتطور في استهداف العدو والليلة الحمد لله الناس شافت الحاجة دي بعينها اشتغلت الطيرات الأنتينوف دي برضو هي عندها تكتيك معين ممكن القزائف بتاعتها اللي هي البراميل المتفجرة وبتجي بارتفاعات عالية وأهدافها بالصيبة بحصل تشتيت بعد ذلك للدعامة بيمشوا في مجموعات أصغر شوية عشان تقدروا يشتزوا انتباه الطيران فالأنتينوف بتضرب في حتة محددة بعدين جاءوا هنا الميج والسخوي بعدين جاءتهم النقصة الكمية بعد شوية بيقت مجموعاتهم أصغر جاءتهم الطيرات الأبابيل والهليكوبتر وانتوا شفتوا الشغل ده مطاردة على مسافة خمسة متر من الوطى شفتوا الفيديوهات انتوا فالليلة كان الاستجابة بتاعت الطيران هي ما استجابة هو كان تخطيط وكانت المعلومة متابعة ومرصودة العملية بتاعت هجوم الدعم السريع الهجوم الانتحار الأخير اللي كان فيه حجد كبير جدا تواترت الأخبار أن القوات المسلحة سيطرت سيطرة تامة على مصنع سكر سنار أنا ما عندي معلومة مؤكدة في الحتة دي لكن خلال الساعات القادمة ان شاء الله بيحصل تأكيد كامل معركة بالنسبة لي ما زالت مستمرة سنار الآن في مرحلة بتاعت تأمين تام بقوات المسلحة الناس مرتكزة في الدفاعات المتقدمة في عمليات بتاعت تمشيط في عمليات بتاعت هجوم متبادل في عمليات بتاعت تشتيت لقوات الدعم السريع ومطاردات يعني مع شروق الشمس كده ان شاء الله النتيجة بتصهر احنا واسقين في انتصار قوات المسلحة الآن في معركة السنار لانه العملية دي الجيش لتأمين هو نفسه ولتأمين سنار وعشان اضمن انه ما يحصل الالتفاف من قوات الدعم السريع وانصار من قحت فلازم الجيش المرة دي يحزم المعركة الموضوع ده لازم انتهي رسالتني هنا لقوات المسلحة انه ما ترجعوا ما تنسحبوا ما ترتكزوا ما تعملوا اي حاجة بس الدعام الجوي داخليين الليلة سنار ديل ما يرجع منه نأيزوا دي ممكن تعاد اكبر حشد قدر اعملوا الدعم السريع خلال السبع شهور الفاتد دي اكبر من الحشود المشت لدارفور واكبر من الحشود المشت فزع واكبر من الحشود اللي بتطلع وتدخل من مصفى الجيلي ودي اذا تمت العملية دي ان شاء الله بينجاح حتشوفوا القوات المسلحة المحور بتاع سنار في مدني جوه يعني المعركة دي اهميتها مش تحرير وتأمين سنار والنير الابيض وبس لا المعركة دي اهميتها انه الفاصل بين سنار ومدني كان سكر سنار القوة بتاعت الدعم السريع اتكلمت عنها بدري وشفت المعدات حقتهم المرتقزج والمصنع والدبابات والصرصر والعربات المدرعة فعندهم قوة كبيرة جدا هي كانت تحول بين وصول محور سنار الى مدني اذا تمت العملية دي كاملة بنجاح باذن الله تتوقع القوات المسلحة في اي لحظة داخل مدني والقصة دي انتهت ان شاء الله فندعوا الى القوات المسلحة بالثبات وبنقول لهم واصلوا وبنقول لهم ما ترجعوا وبنقول لهم دي فرصتكم الاخيرة عشان تأمينوا النيل الابيض وتأمينوا سنار تأمينوا الفاو تأمينوا القضارف تأمينوا اخوانكم في المصفة تأمينوا اخوانكم في الفاشر جا تكون الفرصة الان تحسم الموقف ده رسالتنا لسيد القايد العام لمنطقة السنارة سيد الدكتور اللواء ربيع احنا لا نشكك في امكانياتك سيد القايد ولا يعني الناس كتير بتتكلم عن تأخير العمليات السيد اللواء ربيع هو زول اكاديمي بحث يعني ومتمرس في حتته وحاز على صيغة الغيادة ما في كلام واحنا نشكك في قادة العملية اللي احنا فيها الان دي دار شجاعة والكلام دي بنقوله لكل القادة موضوع ظهور القايد فنص قواته في الدفاعات المتقدمة دي ما الشجاعة الشجاعة في انك تتحمل مسئولية القرار في انك تنسحب او تتقدم الجيش الان بعد معركة مدني دخلت فيه حاجة كده ان الزول ما عاوز ولا جند واحد يصاب ولا جند واحد يستشهد ولا دار تحمل مسئولية انه تحرك ويسيب موقعه ما واحدة من خطوات الدفاع انك تهاجم ودي قاعدة سابتة في الكورة في الحياة في شكلتك مع اخوك في البيت دارت دافع عن نفسك هاجم المسأل الذين سحبت من عقلية القادة في الميدان واحنا شفنا السيدة الكباشي وشفنا الليلة في النيل اللبيض وشفنا البرهان 3 ا4 زيارات في النيل اللبيض وبيدي تعليمات واضحة للقادة وبيدي تعليمات واضحة للقوات المسلحة انه يا اخواننا فكينا اللي جامكم انوا يتحركوا قاعدين نسمع الكلام ده الموضوع ده بيبقى في قادة المتحركات وبيبقى في القادة بتاع المناطق العسكرية القرار حقه يا اخي فيش نوين تتخسروا احنا نتكلم بالرياضيات الان والحاجة الحاصلة في سنار دي انا بفتكرة وبإذن الله ضربة بداية لتحرير واضح والاستلام مناطق واضحة تسليم مفتاح والانتصارات واضحة وحنشوفها متوالية وما في اي حاجة تخلينا نفكر غير انه احنا حننتصر البحصل في سنار الان احنا حنشيله نمشي للغيادة العامة الان الاخبار في منصات الاعلام كلها بتتكلم انه الليلة قوات المسلحة مع التكبير يا اخواننا والتهليل والحمد لله الليلة احنا بنسمع مصادر للطابع الجيش ينشر آليات وافراد ونقاط ارتكاز حول مباني القيادة العامة وكل الطرق المؤدية لها ويفتح طريق الامداد مع بحري دي الليلة بشريات وسنار شغالة ومحور المناقل شغال والفاشر شغالة ومدرمان شغالة والجيلي شغالة والطيران شغال في نهر النيل وبيطرد في الدعامة من حجر العسل وإحنا بيجاهل الغيادة العامة المعركة الأساسية مركزية الحرب الليلة القيادة العامة فتحت الأبواب ونشرت ارتكازات لأول مرة خلال 14 شهر أولادنا في القيادة العامة وقادتنا وجنودنا البواسل ومستنفريننا والمجاهدين في القيادة العامة فتحها بواب وعملوا ارتكازات متقدمة وعملوا ارتكازات في كل الطرق التي تؤدي للقيادة العامة وده طبعا بسوقنا لأنه إحنا أمبارح وهو الأمبارح شفنا جنودنا قاضعين الكبرى بتاع الحديد ماشيين سلاحة الإشارة الجيش مداخر طوالي بدأ عمليات في القيادة العامة القيادة العامة إحنا بنقول له الخطوة دي ممتازة جدا بيقى عندك القيادة بيقى ما مبانيها يعني المباني حقتها خلاص إحنا بعد ذات عنا ما عندنا معي شغال طلعنا منها فالدفاع المتقدم مثلا في جهة السوق العربي نفترض مثلا خلاص الدفاع المتقدم ده أصبح القيادة العامة من هنا تحسب غيادتنا من هنا تحسب غيادتنا من من شارع البلدية تحسب غيادتنا من من الصينية بتاعت بري خلاص الغيادة ومحيط الغيادة وإحنا في المطار شفتوا قواتكم المسلحة وصورهم من داخل المطار اللي أسبوع الفات يعني ما بقول لك المطار كله مؤمن لأنه فيه مساحات كثيرة كاشفة الجماعة دي عندهم مسيرات عندهم صور بتاعت اجمار صناعية عندهم قناصات بتشوف سبعة كيلو عندهم مناظير ليلية فمسألة إنك تكون منتشر في المطار ده وتقول إنه والله أنا مسيطر عليه الدعم السريع ممكن نعامل له غيطاء بالقناصة لكن في الوقت كده دعام جوى المطار ما بيقدروا تاني بإذن الله لا بيقدر يخشوا شهور الفاتت ولا الآن رسالتنا للغيادة العامة ننقل الشغل بتحسنار الآن في الغيادة العامة في إحصائية يعني إحصائية إنه الدعامة الدعامة الزمان بنقول لها الدعامة وفضل ثلاثة ألف وفضل أربعة ألف وفضل ويطلع شب شبير الملك ويقول لك وقد فهم فضلوا أصلا ثلاثة ألف ما تمسكوها الخرطوم ما هو السؤال ده أجب في الملك ما بتزن إليه أنا إحنا بنزلوا للجيش بنقول لهم هم فضل مثلا في منطقة الخرطوم محيط اللزاع محيط القيادة العامة ما فاضل أكتر من ألف دعامة ده المتمرسين ده دعامة دعامة والباقي بتاعنا الأربعة وخمسة ألف المنتشرين في منطقة الصحافات وجبرة والخرطوم والمعمورة شارع ستين ما فاعتين الأربعة وخمسة ألف ده شفشافة ده ما مقاتلين يعني ما بحاربوا يعني الدعامة الواقف في الارتكاز حسي الدعامة اللي بيسرك في بيتك حسي الدعامة بيختصب الآن ده ما بيقاتل ده دوره إنه يسرك دوره ينهب دوره محدود في إنه والله يا أخي يروع دوره في إنه ينشر الرعب دوره في إنه ممكن أقصى حاجة يعملها يدون لكن يخذ له معركة يخذ له ده ما شغله ولا تدريب ولا إعداد ولا أي حاجة الدعامة بالصفات دي هو لاقي مساحته لأنه ما لاقي كاكل أخدر ما شاف مواطن رجع ما شاف مقاومة شعبية ما شاف مستنفرين لما الأبواب بتاعت الغيادة تتفتح أبواب المدرعات تتفتح بصورة واضحة النازل تنتشر النازل بيختفه النازل هيختفه تماما يعني سيطرة كمان ثلاثة نقاط وبدوه القوانين كمان أنا ما جيت المبارزات تحسبني كيف فإحنا بنقول إن القوات المسلحة في الغيادة العامة يعني شفتوا أخوانكم المستنفرين وأولادكم المستنفرين شفتوا المستنفرات شفتوا المقاومة الشعبية شفتوا الناس الحرروا الإزاعة شفتوا الناس الشغالين في مدني شفتوا العمل الخاص في سنار ديال ما قوات مسلحة ديال اتدربوا وادعلموا وابتسبوا العقيدة القتالية أثناء المعركة العقلية بتاعت السيد ربيع دكتور ربيع اللواء ربيع في سنار المسألة بتاعت الخوف من تحمل المسئولية والخوف من القفز أنت ما في ظلام حتخفز فيه ما في ظلام حتخفز فيه تخفز وين يعني أول حاجة السؤال التكتيكي بنبدأ نحصر في الغيادة العامة سلام عليكم أنا عارفكم متحملين فوق أي زل وإنتوا رموزنا وإنتوا التاريخ والله العظيم جدا الكلام ده الكلام ده حقيقة يعني يعني إحنا شفنا فيكم سبات ما شفناه في الجبال بتسمعوا بتشوفوا فيديوهات أسركم وأولادكم وأخوانكم بتشوفوا غادتكم معتغلينهم الدعامة في شارع المطار شفتوا غادتكم شفتوا السيدة الغيادة العام معاكم في الميدان جند عنده البرهان ده جوالغيادة العامة كان عنده شباك خدمة زي وزي الجنود خدمة عديل بيصحوا من النوم بيقول لها ساعة تقوم أمشي سد الخدمة عشان الزويل التاني مشي ينوم كان سادي خدمة البرهان ذاته بيقى الناص تضيب المناسبة إحنا شفنا سبات جوالغيادة العامة دارين السبات دي يطلع برر الآن إحنا في سؤال تكتيكي أنا دار أسأله أنا شفت فيديوهات وشفت صور الليلة لأولادنا دي المتحركين في شارع النيل يبقى الأعراض والحاجة اللي بتخوف يعني أنا أتساءل إنت وقت ما رقتوا شارع النيل الخلاكم تصوروا شارع النيل شنو والله إحنا طلعنا بتكتيك وعملية بتاعت استطلاع حلو طيب نما رجعتوا الغيادة رجعتوا ليه إحنا ما قلنا استطلاع يا صرفه استطلاع يعني إحنا ماشيين نشوف فدع عامة في الشارع ولا ما في دع عامة بارتكاز في الشارع ولا ما في ارتكاز في دم مدرعات ولا ما في مدرعات العملية دي ما شعينة شفناها بالعين طيب رجعتوا الغيادة ليه وعمل رجعتنا عشان نشوف بعد داك الخطوة البعديها حلو لما رجعتوا تاني حسي قطعتوا الكوبري ما لقيتوا قناصة أيوة ما لقيتوا قناصة في شارع النيل أيوة ما لقيتوا ارتكازات دعم سريع في شارع النيل أيوة طيب ما تطلع تستلموها بعد يعني الخبر بتاع الطاب يا دا الليلة أنا أفرحني وأزعدني جدا لكن أنا دافين لكم من أمز أصلا الناس الغيادة ما دام أنتوا قدرتوا تصدر شارع النيل يبقى العوارض اللي كانت بتحول بينك وبين فتحها بواب الغيادة كلها أزيلت إذا أنتوا ما السريح في محيط الغيادة العامة مفروض طوالي ترفع إحداثياتها لمنه للطيران تسعين في المئة من المباني في السوق العربي في محيط الغيادة العامة هي مباني ملك الحكومة وملك الدولة إذنكم معاكم مع البرهان طوالي يا سعدتك قارن نزل البنك ده في الوطى نزل قارن نزل المستشفى ده في الوطى نزل لو فيه قناصة واحد إحنا بنتكلم في الحسابات إن زول واحد زول واحد يحول بين خروج جيش الغيادة العامة والناس تستفشر خير جيش الغيادة العامة يا أخوة أنه والله العظيم يغطي الخرطون كلها جيش ما شاء الله تبارك الله من خيرة النخبة والنخبة مش لأنهم كفاءة دي كانت قبل 15 أربعة اكتسبوا الكفاءة دي كل القوات المسلحة مش بالغيادة العامة كل القوات المسلحة اكتسبت كفاءة قتالية واكتسبت مقدرة قتالية من يوم 15 أربعة دي المحبوسين في نص الموت 14 شهر دي النخبة الكلام الكلام اللي كانوا بيقروه نظر في الكليات الحربية الكلام اللي كانوا بياخدوه نظر في الدورات الكلام اللي كانوا بيحضروه في أفلام رامبو هم عملوه هم زاتهم هم زاتهم كل واحد فيهم براه بطل كل واحد فيهم براه قايد كل واحد فيهم براه رامبو احنا دي حانشوفهم في الخرطوم اهلكم في بري بينكن وبينن المغابر بس قطعت المغابر يا اتدفنوا فيها هم يا تتدفنوا فيها انتو بس بينكن وبين بري دي هدي المغابر تاني في شنو الدعم السريح تاني بيهناك لو البحر بيجاي لو البحر وبيجاي لو انتو ما في حاجة هنا تاني ما عندنا حاجة احنا ما عندنا حاجة يهودية لك سلاح اللشارة محاصرين لازم نفك الحصار بتاع السلاح اللشارة ما في ذلك حيفك الحصار بتاع السلاح اللشارة للمنتخب الوطني بتاع كرة القدم ولا المنتخب بتاع تلفزيون السودان ولا مواطنين ولا نازحين حيفك الحصار بتاع السلاح اللشارة هم القوات المسلحة مسألة الخريف دي اخوانا موضوع ده ما شرطا القيادة العامة المحيطة ظلط والكبرى ظلط وكبر الحديد حديد وظلط ما متأسرين بالخريف لا 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 متأسرين الناس تهنين انتوا لحتفكوا حصارهم في الجزيرة وانتوا لحتفكوا حصار المواطنين حس الليلة شفتوا الدعم السريع استهدافوا للمواطن لما ماشى سنار قال لك حتى ساجين التركترات لازم يهجموا على سنار عشان يقدر يقطع النيل الأبيض ويقطع شمال كوردوفان ويقطع بهناك القضارف ويقطع بهناك كسرة ودخل المواطن في مرحلة بتاع الجوع ودخل المواطن في مرحلة بتاع العزلة لا يلقى دواء لا يلقى وقود لا يلقى اي حاجة هو الهجوم الليلة اللي عمله ده احنا حنواجه بههجوم تاني حنفك الحصار بتاع الإشارة ده بإذن الله في لام القادمة دي وحنفك الحصار بتاع الغيادة العام مزات ونوصله بيهناك للمدرعات لازم الحاجة دي تحصل يا جيش العقلية بتاعة الخوف دي عند القادة وتحمل المسؤولية الشعب السوداني وراكم انه هو شايل معاكن الخطأ كتفا بكتف احنا ما خلينا البرهان براو ولا خلينا كباشي براو ولا خلينا يا سرعطة براو ولا خلينا القوات المسلحة اللي انسحبت من أربع خمسة مواقع رئيسية وكانت نتيجة اقتصاب بناتنا ونسائنا وتهجير المواطن وموت أولاد الشعب السوداني وأسرهم احنا ما تخلينا على القوات المسلحة لا يمكن نتخلى عنكم يا قادة اعملوا الصاح تقدموا لازم تتقدم ما في اثنين ثلاثة ما في اثنين ثلاثة احنا كل مرة قعد نرجع الدعامة الناس اتفاجأت في موضوع حجر العسل ده طيب أنا جيت اتكلمت عن حجر العسل قبل فترة واحد من أولادنا ديل في حجر العسل كتب ليه قال ليه اخص مع الموضوع ده كان زمان ما تقعد تضلل للناس أنا سكت كنا بنتكلم عن شندي وبنتكلم عن الاستنفار في شندي والناس تطلع والمتحركات وتفاجأنا انه الدعم السريع بيطلع وبيرجع في خلاص الاربعة خمسة شهور الفاتت دي يدخل حجر العسل ويطلع من حجر العسل ويدخل ويصل لحد المستشفى ومبارح ارتكب جرائم دي في حجر العسل ونهب و وجاء الطيران طردوا النهائي يبقى السؤال لما تدخل الخريطة كده وتفتش المسافات في حجر العسل غور حجر العسل وبعدها عن مركز شندي بتلقى بشارعين عندها شارعين واحد بياخد ستاشر دقيقة والتاني بياخد خمستاشر دقيقة سبعة كيلو ونص انا داير زول بالمنطاقة داير زول بشراحة داير زول بحجة قوية يجيغنعني انه الدعم السريع دي قاعد يصل لحد الجنايل وينزل البحر وقاعدين يوميا يمشوا دعاشروا في حجر العسل ويسكروا ويطلعوا ويرجعوا لحد المصفى انا داير زول بياخد يعني الموضوع دا تم كيف سحر كواديك حضرتكم متفجين بايعينها بايع الغايد بايع الوالي بايع غايد الفرغة التالتة بايعها من القصة دي دا شنو دا بايعينها الجبائل ما في نحاس الدقة ما في زول استدعى ما في زول وجف في شنو دا شنو دا الحصل دا شنو طيب نجي يقل ليك يا صرفة احنا لو تخلينا زي ما امس سبحان الله انا بتكلم انه الجيش الفي شندي الجيش الفي شندي ده مسيريده بالجيش الفي شندي ما بخشها الجيش الفي شندي ده ممكن يحرر لحد الفاشر يفيك الحصار من الفاشر انت انا بتكلم عن عددية وانا بتكلم عن تسليح وانا بتكلم عن مقدرة غتالية الجيش lectures في شندي ده الان والمستنفرين اخذوا دورات فوقل تلاتة شهور بيقى ستة شهور واذا اخذوا الاسلحة النوعية النزل فيه الناس بسوق ودبابات زول مستنفر كان في اولى جامعة ولا كان في تالتة سنة ويمتحي الشهادة الليلة سائج مدرعة والليلة سائج دبابة والليلة هو فيه مجموعة بتتكون من تسعة وعشرة وخمسة انفار ماسكين المسيرات اخذوا التدريب الكافي وجوه الميدان انا داير استوعب الحاصل شنو لما البرهان يمشي يتكلم في شندي تلاتة او اربعة مرات والجيش دي اخوان احنا من هنا فقهنا لجامه ايجي في بيت محمد صديق ربنا يتقبلوا ان شاء الله قيادة المقاومة الشعبية وقيادة الاستنفار يقول والله يا اخه ان اتكلمت مع غايد الفرغة وقلت له يا اخي انه لم كل المستنفرين ديل محلهم ماهنة محلهم جدام كلام دا تم شهر وهم اساسا مستنفرين ماخدين طبعا حسي تدريبات القوات المسلحة عشان نستطمين يعني احنا اخواننا الخمسة اسلحة الاساسية دي بدوك لها في اقل من اتناشر يوم اتناشر يوم انت بتكون بتضرب الخمسة اسلحة في الميدان دي اللي هي بتقدر تشيلها يعني قرانوف قرانيت دوشكا اا ار بي جي عرفتها الاساسيات دي كلها سبعين في المئة من القوة كلها بدربون اا التشكيلات القتالية بتاع السوقت التاتشر معاك رخصة عامة ما معاك رخصة عامة بيسوقوك التاتشر ده كل الناس بتعرف انت الاجلاب بتعرف انت تتراجع بيتين بتعرف تسمع ياتوا اشارة تقول لها الحادة في اتناشر يوم انت بتكون بتقدر تقتل لك ستة دا عامة قبل ما تموت يعني كل ما يزيد التدريب انت بيزيد عدد القتلة من الدعمة السريع وفرص اصابتك بتقل كل ما تقعد في المعسكر الناس المخدين ستة سبعة تمانية شهور داخل المعسكرات وداخل الدورات دوزوا منهم بيجي كرري بيقاتل برجع تاني بيستبدل القوة وفي حياة كتيرة بالتيم تساؤل يا سيد القائد العام انه حضرتك صرفت تعليمات شفناك صرفت تعليمات لغايد المنطقة وقلت اسمه قدام اهل وزوي محمد الصديق قلت لونا اتكلمت مع القائد العام ورتبنا مع السيد القائد العام قائد الفرغة التالتة وقلنا حنكون من المستنفرين جيش بعرباتنا المنفصلة بسلاحهم المنفصل بتجهيزاتهم وترتيباتهم وحنوديهم قدامهم احنا نتفاجأ ان الدعم السريع بيطلع من المصفى بيمشي لحد البسابير بيطلع من المصفى بيعد كل النقاط بتاعت الانزار بيعد ارتكازات الانزار وخاطر ارتكازات الانزار هو متقدمة للمصفى داخل نهر النيل يعني ان لو تحركت قوة من الفرغة التالتة الاشارة دي بتصل للدعم السريع القاعدة والمصفى يبقى التساؤل يا سيد القائد العام هو فيزول بحول بينك وبين القرارات الفكرة دانا انا مؤمن به انا مؤمن تماما انه فيزول بين البرهان وبين الانتصار هو طبعا البرهان مسألة انه يجي الول دي الحاجة دي خالعاو ما واسق وديها برهان عملية بسيطة في طبيعة الانسان طبعا انا انا جيت الول انا الانسان دائما بيكون في هزة كده في دول بيكون واسق وماشي كده بيكون شالة جائزة عرفتها وما راضي هو اول واول دبل وبكون ماشي كالكاس كده مدنجر وكده وماشي زال جزه جان انا ما عارف اذا كان بيكون داري الاول يعتوه احنا دارين اقتصر المرحلة ده المسألة دي برهان في طبيعة البشرية انت ما مقتنع انك حتنتصر ما شايف انك حتنتصر انت بتقول الكلام ده بتقوله عشان بتسمعنا الاول لو انت مؤمن باو زي ما احنا مؤمنا باو لانه انت يا برهان ممكن الموضوع ده بسيط ترفع التلفون سلام عليكم عليكم السلام قائد الفرغة التالتة كيف اخبارك شا الله بخير ننزل وصلوا شان دي كيف وصلوا حجر العزر كيف طلعوا من المصفى وصلوا عندكم كيف وانتو عملتوا لهم شنو عشان اطلعوه دي اسئلة بسيطة جدا وتغرير ولا دهر وسيط ولا حاجة حتى لو فيزول يحول بينك وبينهم احنا ما عندنا معنى احنا ما عندنا معنى الاخين دي اقل لحاب تضرب لتلفون سلام عليكم عليكم والسلام كيف اخبارك شا الله بخير الحمد لله كيف احوالك كيف الجماعة كلهم قوة كيف حماس كيف الامور عندكم وين ما شمعنا منك جديد والله اسعدتك اخي الامور شغالة وترتيباتنا واحتغلنا مجموعة منهم واو لمس قبضنا طيب هالجماعة ده الوصلوكم كيف يعني في عجر العسل تفسيرك شنو والله اسعدتك يا اخي احنا اساسا القوة دي كنا مراغبينها وبتاعة ممتاز مراغبة انتظرتوا ان يسرقوا واختصبوا دي المراغبة ولدار ايدانة دولية الادانة الدولية جات للقوات المسلحة في عملية حجر العسل ما جات للدعم السريح وينو جيشكم وينو مستنفرنكم وينو ما عارف نحاسكم وينو نجمع البحلف وبالطلاق وينو وينو ما ده السؤال هنا ما جاتت يعني التخطيط بتاع الزول انت سألت وقال لك شنو يا برهان في حاجة هنا لا عندها علاقة بانه انا بعرف عسكرية ولا عندها علاقة انه انا بفهم جيش ولا ما بفهم جيش ده سؤال منطقي ولا ما منطقي بين وبين شندي سبعة كيلو ونص يدخل الحامية بتاعة الفرغة التالتة اللي قاعد فيها اكبر جيش الام في السودان طيب يا صرفة الزول ده قال للبرهان انا لو حركت الجيش في شندي بكشف ظهر شندي ممتاز بقول للمسافة بينك وبين جيش دونقوا لكم ساعة ولا انتو ما نسقطوا الدعم السريع بيعمل فزع من تجاد لا قاري عسكرية لا قاري عنده دفعة لا بعنده جهاز تواصل بيمشي بيفتحوا اللايف بتاع الانصرافي بيسمعوا انه الليلة الدعم السريع يتبلف اللي زاعة طوالي بقول لك حرم وطوالي بيركبوا تاتشارات اللونة ابيض بيكون لونة ابيض وبكونوا لابسين جلاليب لونة ابيض وزرق لحد ما يخشوا الحدود السودانية بضربوا وطين بعد ذاك بيقولوا هم كاكب يلبسوا وهم ماشيين في الشارع بيخشوا بعد ذاك الزرق بيسلحوا وهم ماشيين في الشارع بهناك بيكون طلع عليهم فزع بتاع بنزين وطلع عليهم فزع بتاع نسوان وطلع عليهم فزع بتاع اكل وطلع عليهم فزع بتاع عربات مدنية وطلع عليهم فزع بتاع قروش وبيتلاقوا كل الفزعات دي بيخشوا وحضرتك كنت تضنقوا لهينا مع تلافون ما هي اسمها الموضوع ده اسمها غيادة موحدة انتم مادر ان تعملوا غيادة موحدة يا جيش ده موضوع بخص ميتينكم انا ما عند لهاك شغلة القادة عندهم مشاكل بها وانا ما موضوع ده احنا ما في زل فيكم معرسة التاني احنا ما اولادكم اصلا انا عندي خلافات مع الزلد والله الدفعة بتاعته والزلد اساسا هو يعني هو ذاته ما قاعد قاعدين تظلم من طريقته في التحية واللي هو ده ذاته هو الدفعة الكوم ذاته رقوت سناء انا والله زلده ما مختلف موضوع ده بخص ميتين كون انا ما عند معك شغلة تضرب دون قولة سلام عليكم انا لو حركت القوة دي دخلت المصفى بحصل لي شنو في شندي والله بحصل لي اخي هجوم مني اتجاه الهجوم ده ثلاثة اتجاهات برسم الخريطة بصوره بالواتساب برسيل اليه بقول لا اسمع تاك في الليل حتة دي واتاك في الليل حتة دي واتاك في الليل حتة دي انا مشاكل الدعام القاعدين في المصفى نقطة عربي انتهى ده ده رلاد ده قول لي هنا في شنو مخفي انا دار دول يجي يقول لي والله احنا ضربنا المصفى قاعدين نضرب في المصفى كل يوم احنا قاعدين نضرب في المصفى كل يوم قال بيخلي الدعم سريع يصل لحد دي حجر العزل شنو وين المستنفرين في شندي المستنفرين يسدوا المحل بتاع الجيش الجيش الجاعد في شندي مدرب ده ده دوره هنا ما دام لبس الكاكي انت تحت مزلة التعليمات ملص الكاكي ما عندي معك شغله موش لبس الكاكي عاي دارت حارب ولا مادر تحارب حارب طوالها مش لي هنا المصفى فيشنو المؤخر الدخول ليه مدني فيشنو المؤخر الهجوم من سنار على البيشي فيشنو المؤخر حركة القوات المسلحة من تطلع من الهجانة يطلعوا من اللبيت يمشوا بارا فيشنو انو المؤخر النيل البيض الحامي 18 تطلع تفتح الشارع بتعلو بيت تفكليهم الخناق والحصار على الهجانة فيشنو المؤخر الحاجات دي ما هي دي الحاجات القدامة احنا مفروض نشتغل فيها من الصباح استراتيجية تبتيك انو نعمل الحاجة دي لكن احنا استراتيجيتنا هجوم جونة بيجاي نعمل دفاع متقدم لا 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 ليه ليه انا خليهم في المصفى يصلوني ليه لا دمرت المصفى لانو انا والله خايف من الصين انا خايف والله من علام قحت انا خايف من صلاح منع البرهانت قاعدت اخاف من صلاح منع هو صلاح منع ده زول اصلا زول الاعتبارات هالبتخدتوها يا 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 اللي والربيح انت زول قايد انت زول قاري دكتورة الدكتورة بتاعتك دي المفروض تصهر حس في الميدان تصهر في الميدان خوفك من شنو انا زول العادي بابد عادي مقدم نقيب رايد عاقيد انا ممكن اخاف اقول والله اخواننا يا اخي انا لو استخدمت الخطة دي بالرياضيات بتاعتي بقول ان والله عدد قوات البيشي خمسمائة اسكري فانا اول حادي ارددي خمسمائة اسكري قدونا قام ووفروا لي قلت لنا عندهم اسلحة نوعية عندهم رباعي وسنائي وانا عندي كلاشات وعندي ثلاثة دوشكة وثلاثة وعشرين وخمسة وتمانين واثنين هاون انا ما بقدر اتفوق على المسألة دي بيجي هنا دور الزولة اللي عنده اركان حرب بيقول اخواننا احنا ما نشيل الموضوع ده نفيك اشاعة انه احنا داخلين بالحتة الفلانية ونورينا ستة عربات تاتشير بالجنب الشمال يقوم البيشي يفتكر انه في قوة خبيرة جاي بي جاي تكتيك النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة ولع المشاعل وكل زول شعله وشعله وشعله وجاء سفيان سيدنا سفيان بعدين قام ابو سفيان قام شاف المشاعل قوة دي ايش ما بتقدر انا ولع لون لمبات بيجاي خلي البيشي فيك دانات بيجاي اجي وانا بتجنب الشمال هنا بيصهر حياته زول قهر اركان الماصر بعدش هنا ما نيجي يقوله الدكتورة وهو لواء دكتور الربيع لواء جابوح المشكلة المشكلة كانت واضحة انو الجيش دار ارجع مدني المشكلة دي انت يا الربيع قدره ولا ما قدره قدره تكليفة الغيادة كان لك شنو انو ترجع الجيش بتاع مدني مدني في الموضوع ده فيه دسي اخوان حجة سلام عليكم كيف اخبارك طنت سلام عليكم كيف اخبارك في مشكلة حصلت في الجزيرة اللي هي شنو في مدني حصل شنو انسحب الجيش من الفرغة الاولى دارينزول ارجع الجيش ده الفرغة الاولى السيدة اللواء الربيع دكتور دكتورة اسكرية بتقدر ترجع الجيش ده لا ما بتقدر لا احنا طبعا حس التكتيك واحنا اول حايا نجوم القوات بتاعتنا لا 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 تكليفك كان ترجع القوة دي مدني الحاجة ده حتيم كيف بتحرير مدني طيب ما حلواجه الدعم السريع ما هو احنا جيبناك عشان تواجه واصلهم ما الموضوع ده ما فيه خلعة الدعم السريع قاعد في الفرغة الاولى كيكل قاعد فيه مدني نقطة عرب انتهى فيه كوبريين نجين بيفوق نجين بيبحر نجين بيتيت مدني دي فيه مليون ستة وعشرين الف طريقة تحرير بالبحر الله اداك هالبحر بالبر الله اداك البر فاتحه مع البطانة بيكوبري اداك بيروفاعة بالجهة الشرقية والغربية كوبريين حان توب قاعد دار تجين بيفوق انزال مظل معك انت الطيارات عندك وهم ما عندهم ما ممكن تقول ليه سبع شهور تقول ليه طبعا احنا لو تقدمنا الظهر بتاعنا ما ينكشف حينكشف ظهرك باشنو بان انا لو حركت القوة دي تمانية الف ما تعمل لك في ستة شهور دي تمانية الف عسكري سلام عليكم قاعد الفرغة الستاشر دار ليه ستمائة عسكري سلام عليكم يا برصدان كيف حوالكم كيف البحر عندكم والله كويسين دار لينا وربعمائة عسكري سلام عليكم يا قسلة كيف اخباركم ان شاء الله طيبين خشم القربة ساعدتك كيف اخبارك هدوفة تلوى وداتلوى سلام عليكم دار ليه وربعمائة عسكري تمن كم تمانية الف خطة تمانية الف الجودات كي يحضر وسليس النار شئ لتمانية الف القدامة اخذ شبيع مدني نقطة عربية انتها واضحة ولا ما واضحة طيب احنا يا اخي اولا السنار نحرر مدني ليه؟ انت لو ما حررت مدني الناس مدني حاجوا يبينلوك في السنار وقعد لكني نحن طبعا التكتيك ومسائل خارجية مسائل خارجية انت هتكلم معي انا ولا هتتكلم مع السيدة الغايدة بروهان ده لما نجيه كنته قاعد تقول له مشاكلنا شنو يعني لما نجي الفرغة كده اه ساعتك الله اكبر جوية فوق ساعتك بروهان الكاين بعد ما تعملوا الدراما دي بتقوله مع البرهان لما نجيه يقول احنا والله حلينا مشاكل الفرغة انا بالنسبة ليه مشاكلكم اتحلت لها صرف احنا في حد ما بنقدر نقوله له البرهان ده ما راجل حبوبتك تتكلم معه عسكرية ساعتك والله احنا ناقص لينا مضادات هنا ولو ما تلقى المضادات دي والله احنا ما حنقدر نتقدم قاعدين تقول له الكلام ده اه ساعتك حمد الله على السلامة امورك هسعدتك الله اكبر ولا بعدها والنسبة شنينته ايجي الفرغة البرهان بيرفع تمامه في لايف قاعد يرفع تمامه في مؤتمر صحفي بيقول والله يا اخي جينا نتأكد والفرغة الحماس فوق الامور طيبة تمامنا ليهن ايجي بتغشوه يعني ولا شو اول من الديقون ظهر يقول لك البرهان ما فك التعليمات ما تفك التعليمات دي قدامه انت قول لنا اقصني تاتشر قول لنا اقصني مضاد قول لنا اقصني قوة انت ظهر يركب الطيارة يمشي الله صرفه يتعارف والله يا اخي الله يستور على سنار دي اخي يستور على ليه حبيبنا فيشنو ما لا سنار ما فيها لوو وديكتور فيها قادة بتاع المستنفرين فيها قبائل ويدارات اهلية قاعدة في اللجنة العلية للاستنفار فيها مجاهدين فيها اولاد الدروحزر سأقول لكم من المدرعات فيها اولاد سأقول لكم العمل الخاص وهي تلعملها سأقول لكم من كرري فيها شنو تاني فيها ناس البرادل مشوليكم بمنصاتهم بتاعت المسيارات فيها شنو تاني سنار تقول ليه الله يستور عليها جاك السيدة القايدة العام مرتين وتكلم معاك فيش خلال شهر واحد جاك مرتين جاك الكباشي ثلاثة مرات في شهر جاك يا سرعطة مرة في شنو تاني الله يستور عليها ليه والله يا اخ الوضع العام كده ما مطمن وبتشكيلي انا ليه طيب ما هو جاك بيه نفسه انتوا قلتوا ليه شنو كنتوا بتحكوا لعن شنو كنتوا بتونسوه في شنو انتوا يجيكم الفرغة التالتة يقول لكم والله الحماس فوق وبإذن الله ويطلع يركب الطيار يمشي برصدان الناس الفرغة تصرفوا والله العظيم فيه طوابير وتقول ليه ليه انا مالي ومالي طوابير انا لما نجي حاسبك على المواطن طوال الجيش يطلع علي غائمة الاعزار فيه طوابير سحبوا الابر الدبابة ما عارف زيته ناقص فيه زول قفل البلف الزخيرة بتاعتنا المخزن طلعت اعزار الجيش هالطوابير دي انتوا الطوابير ازول لو مش جاكم بيروحوا ايه ما تقعدوا تدوه ورقتكم ادوه ورقتكم لما نجاكم لحد شندي والدعم السريع داخل في حجر العسل ما في زر رفع له الموضوع ده ما في زر رفع الموضوع انا بسألكونين تو يا عساكر انا بسألكون يقول لك والله اتماع بتاع الدفعة مع السيدة الغايدة العام اتماع كان مسخن والله العظيم عندنا سيد مقدم وقف للبرهان ده وقف له وقال لا اسعدتك كده هو بتتم المر والناس طبعا البرهان قال لك يعني هو زل صبور وزل صدر واسح فتحمل الكلام وقال لأيتو كلكم معاكم حق وحقيقة يا زول اسمع زول ده ما انجز لك الشغال ده الشغال النتيجة ده حتكون انه الدعم عام ده حيخش بطنك حيخش رحمك حيقتلك لا لا احنا طبعا لا لا ما في لا لا ما في زول ده ري يفسر لي انه الدعم السريع قاعد في المصفى حتى الان بيسوفش انا ما في زول قادر فاسر لي ما قادر استفعبها لحاجة ده انا ما قادر فهم انا ما قادر فهم احنا والله في تقدمات كبيرة وهم دخلوا هنا ويحنا جينا انا ما قادر فهم الكلام الزل ده قال اخي الجيش ده يمشي قدام في الجيل كلام ده ما واضح تعليمات دي ما واضحة بدمل البعرجل في التعليمات دي الناس اللي ما عارفة الجيش السوداني بعد البل الحاصل ده كده انه وريكم جيشكم خد بس نبزة صغيرة كده يعني قوات المسلحة خد 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 يا طنت صلوا على النبي كده وقلوا ما شاء الله عندنا الراجمات وصواريخ راجمات وصواريخ دي بابة براو طبعا الجيش السودان دي فيه مسألة الراجمات والمدفعية يكاد مش الترتيب بتاع القوات في العالم احنا المسألة دي يعني مثلا اوريك احنا شنو في الجيش ده مش بيكون عمك تكاسي قديم كده عنده هنتر 78 كوريلا جيدا بعدين بيعرف يطلع بياته شارع والعربية دي لو انت سوكتها ما بتقدر تسوها يا هي دي تحشيق الدريكسول لكن والله لو ازنتها ما تدورها اول حق بيكون عنده سلكين تحت تحت الهناي عرفيها تجح اله وقدا ثلاثة ابانصات�� لو絕 الوديت الرابعة بتشرك هو عارفة تجيب عمك كوريلا زاته وما بتدوره بعدين الراد يكون عملل لوه continues مع شنو مع السير بتاع السخال العربية ما فيها كنداشة بيكون بربطو لك كده جاكك هنا من دورمان انت تتخلع الكرسي بكون تاكله لك بطوبة طوبة بس بالجهة الشمال طوبة بخدتها لك بالجنبه من جدام محروقة ورح عمرة الطوبة دي لما نجع في الدك داك بقرب يجع بياته جنبه مساعدات ما فيها ايه تاول من تسوقها بدا العرضية تنقر جدامك بيتبطر احنا دايشنا المدفعية اللي احنا بنستخدامها بقولك مرجت من الخدمة سنة واحد وسبعين طياراتنا الانتينوف دي مرجت من الخدمة سنة سبعة وستين الميج بتاعنا دا اتجرش اشترينا من المغبرة بتاعته روسيا قبل فرتقة الاتحاد السوفيتي لما نحنا سوقنا الميج دا الميج دا الروزات هو ما عارفين امكانياته بالمناسبة بالمناسبة الطيار الميج دي بتحدده مع الاف خمستاشر في عسكرية كده طبعا الفانتوم الفرنسية وال والاوروبية احنا قاهنا في الحاجة دي احنا لما نقول راجمات وصواريخ احنا شغلنا دا معلمين فيه احنا عدلنا الراجمات دي واحنا بنعدلها احنا عشان كده حسي في المعركة دي الدعم السريع الامارات ممكن تجيب له اوكرانين وجابة اوكرانين فيه اسبان اوكرانين الناس لو ما عارف تكون عارفين يعني المعركة دي الدعم السريع ما بيجي لبروه عسكريا ساقم بس فيهم اسخاط الجبل ما استخدمون لانه عارف في مجموعة معينة قاعدة في المصفى مجموعة معينة من جنوب السودان حبش قناصة اللي انتم شفتون عارفي اي زول عنده حاجة محددة بهم احنا في المدفعية والصواريخ والراجمات احنا كهنا كبار بالمناسبة احنا كهنا كبار في الشغلة دي لانه الحاج ما بيتدور اول بالاول عندنا كهنا كبار بعارفوا الشغل ده فيهم الناس كتار ممكن 3 ا 4 في المية من اللي نزلوا معاش في القوات المسلحة تم استدعاول للخدمة الان لانه بعارفوا الشغلة دي ما فيزل غيرهم بعرفه فاحنا في المدفعية عندنا الراجمات والصواريخ عندنا انواع الانواع دي حية موجودة الدعم السريح فاكر روحوا انه سيطروا واستلم احنا عندنا الراجم عندنا الدبابات T54 وخمسين. تي اربعة وخمسين دي. الدبابات الحسية مرات الدعم السريع بتلقون سايقه وبتاعه دي. عندنا الدبابات زي دي قاعدة بكيسة والله العظيم. وقاعدة هنا فيه شندهي. والله جد. انا بتكلم معها جدي يعني. قول لك الدعم السريع استوله وبتاع الجيش ده فوق هنا. ممكن نلصك فيك القصة زي تعيشة انه الدعم السريع استوله على اسلاحنا واحنا ما عندنا اي حاجة. اه دباباتنا في والله واحد في الباقير طابور. ده ما جيش يااخد اه. كعنا كباري عايشوك الفيلم ده لما ندعام يختنع. ايجي ماشي يلقى لك الدبابة واقفة في وشه. في وشك. اتباسه ما قلته ما عندكم دبابات. اتباسه ما قلته لا لا جيش ده جيش بتاع كهنا كباري اصول. الجيش ده مسرقك انت ومسرق امريكا. ومسرق سبعتعشر دولة لمعك. وانت كل مرة بايشوك والله اسمع. والله في طابور الغايدة العام بتاع السلاح الباقير ده. والله سلم الدعامة ده الخمسين دبابة باكيزة. اه اه. ده جيش بتاع كهنا يا زي التشغل ده ما بتعرفه. اه خليك مجرد على كيده بس. عندكم. عندكم يا برهان السلاح. وري شعبك خلي اطمئن. عندنا الدبابات. تي اتنين وستين. دي الروس الصناعة ذاته مات. والروس الصناعة ودرب الروس التاني برضو مات. ودي دي روعة فيها ومنها وليه. وده شغل بتاع كهنا برضو شغله الجماعة ديل. الجيش السوداني. عندنا دبابات تي خمسة وتمانين. وعندنا دبابات تي ستة وتسعين. وعندنا دبابات تي اتنين وسبعين. وعندنا دبابات سفر اربعة وسبعين دي ايرانية. ماشي نجيب بنا الدبابة. وال الخبير الايراني. والسعودية عارفة. وامريكا عارفة. ومصر عارفة. والما عارف حس يعرف. ده ما جايش هيين بالمناسبة. وحس سموده. ووقفة قدام الحرب العالمية الدائرة ضد الدولة دي إحنا عندنا الإمكانيات دبل المناصرة وعندنا القدرة على تطويره وتصنيعه وعندنا القدرة على أي حاجة تجد كيف تحتار في موضوع الجيلي ماذا يحدث في الجيلي عندنا مدرعات بي تي آر خمسين وعندنا مدرعات بي تي آر ثمانين وعندنا مدرعات بي تي آر ستين وعندنا مدرعات بي دي آر أم تو عندنا مدرعات دابليو زيت خمسمية واحد وخمسين وعندنا مدرعات وصواريخ جو اف ان ستة واس سبين سام سبعة بتعرفو ده أي حاجة ولعت بيقشها طبعا الناس بيتمسخروا يقول لك ما عارف هابروف بتاع شنواء بيبيع سيقان الدعامة الحطب والناس بيقولوا طبعا انا ما عارف هابروف مفعيدين يعني مين بروف ما عارف قال لك في شيء اللي بيجيبو كم شوال كم شوال سكاكات دعامة كم شوال يقول لك فها اسمع جضمة دعامة دي قالوا زيل اديهم بمسحوبات صج ويقول لك امقرون احنا امقرون رجلك ده مولئين بيو وكانون بين شربة جاي ما ما في حطب هو الدعامة غضع على الشجر والحجر اه ادي فرحانة تقول لك امقرون امقرون اه 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 اقول لك والله يا اخي البلد انتملت جسامين والله اه 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 ها دعامة ده امقر اخر حاجة يعني اعملها نافعة في حياته وبتوري مصيره ادي حامي زولي يا اخوان والله ما زولت دعامة والله انت ما زول الله انت يعني بسأل محمد بن زايد ده ساي رافع لك السكور انت ما زول يا زول انت ما شفت الجيش ده فقلت جيشكم لا جيشنا قادر يا حبيبنا جيش ده قادر يمتلك اكثر من 1500 مدفعية صغيلة مختلفة واما سلاح الجوفة يمتلك سيربون من طائرات مج 29 وقازفات ا5 والسخوي 25 ومج 21 وطائرات التدريب كي 8 و干enta وطائرات خمسة إي والاكثر من 100 طائره هليكوبتر من نوع م اي اàs اربعة وعشرين وخمسة وثلاثين وزنتنين الصيني وطائرات سخوي 35 الروسية انا ما شفتها Griffin دي. الا الجيش بقول لنا عندنا سخوة الا انا ما شفتها. انا ما بكضي في الموضوع. السخوة واحدة بس خمسة وثلاثين واحدة. واحدة. بندوق دبي دي كلها النزلة في الواطة. فهمتها كيف? ونجي راجعين الدعامة ديال بشو? بسوطة ساي. اه بيتنشي طوب بوين فايف ماخ. والله تجيب لهم ارتفاع خمسة متر من الواطة. ولا تفلك ولا طلقة. بس خمسة متر تجي ماشي فيهم. بسرعة الماخ دي دبل سرعة الصوت مرتين وثلاثة مرت. الدعامة دي مش بشرط. وحس دي الكلام حنقوله لنا السخوي. ما الدعامة دي تقتلوا بصوت الطيارة فاك في طلقة ليه? فاك عشيقة تقفل الطابلون ده شفتها? مش بيجي السحابة البيضادة لما الطيارة تجد سرعة الصوت مش بيشوفوا حاجة كده هالة اه حول الطيارة. حاضر. فتجيبها ارتفاع عشرة متر من الدعامة يمشي لالله مفسخ عديل. ما فيه. بس صوت بس طلقة مغلبة بورق اغلى من حمادتي. ده بزار صراحة يعني. صوت الطيارة صوت الدبابة تعرسوا وشي ده يعني. وعدين اجي اسف طاعة الكلام ده بكون براه المرغني مع نباتي. بكون ناسي ملصك في الحيطة. شو شرير ده. الغتلة. ده عادة العرب حين اللي بكون فيش له. الله العظيم احنا هنا عمل فيه يكون عملية اصبور بس. قل لك جيش كن جيش كن جيش ما هدى عنده. عنده الحدي يمتلك الف وخمسمية مدفعية. ان الشكل الحديث في جيش السدانة وما يعرف المسلسة العسكرية تم تأسجه على نحو يبلغ اا 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 اقوى اا واكسر جيش في الغرنة الافريقية يطراحه بين مية الى مية وخمسين الف جندي. مدعوم بقوات ما يعرف بالدفاع الشعبي تغادر بغيرة مية وخمسين الف والدعم السريع يقدر بمية وعشرين الف. والجدير بالذكر عن الدفاع الشابي هو صنعة حكومة الحركة الإسلامية والدعبة السريعة برضو صنعة الحركة الإسلامية قال لك أسلحة المشاوة المدرعات والمظلات هي عماد قوته يحتمد في مداداته وتدريبه على روسيا والصين وإيران وجنوب أفريغيا كلام كانت منه عنه كون الخواجات إيتوا قاعدين جيبوا سلاح من جنوب أفريغيا مكتوبة ما يقول لك طيارة إيرانية ما فيها علم ده السنة من منهم عارفين نوعها وده مكتوبة في مداداته وتدريبه على الروسيا والصين وإيران وجنوب أفريغا عندنا المقدرة في سلاح قاعد في شندي يا أخوان يا أنا سندي عندكم سلاح قاعد في الحامي أنتوا حتوا تنتظر الدعامة ده ليش يلوه يمشي باللبيه ونصدونق له ولا تدوروا عرباتكم دي وتدوروا سلاحكم ده أنا ما دار أقول عدد الدبابات لأننا لو قلت عدد الدبابات غايد الحامي حيطلع طابور وأنا لو قلت عدد الجيش اللي قاعد في الشندي غايد الحامي حيطلع طابور لا يا براهيم المرغني استغفر الله العظيم ما بناتي بناتي شنية كان بطلع باطل كده إبراهيم المرغني النباتي طالع بناتي ما كوئس يعني مين اللطيفة العلغتها بقيت مسخر يا ود المرغني ود زهراء والله يا ها 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 اتباك ود راجل قال الليلا كتب الليلة إبراهي المرغاني بيقى قونا نفخته لك نمن بيقى قونا اسمعان والله شغلايتك دي حكامة ما تقوله شوف شو السجعي ده نفخته لك شفت قام الليلة صرح قال نحن البشتمنا مرزعين والبشكرنا بفرحنا لكن الله يسر على الجائين ما فضل ليه يعمل كده إن شاء الله تشوفو في جناكم حيانا خليتوا لك بيقى مش يقول لك ده بتاع قونات عين والدلمرغاني كتمت معاهم علي قبل ما يارف الليلة طلع في تصريح في العربية قال لك نحن البشتمنا مرزعين والبشكرنا بفرحنا لكن الله يسر على الجائين حيانا طبعا نجي وقول لك بعدين يا صرف التصريح ده ملقي نفعل والله ما ممول اللوغو بتاع العربية أنا زعتي ما بفتش حانا نحسن نقول لها الكلام ده اللوغو بتصريحات دي ما قال جبريل إبراهيم في غناة الجزيرة الغناة دي الصفحة دي مزيف عمل لنا لا لا محتمدة خلاص دي محتمد أنا ما عاشف تافير دي اسكرين جاي من غناة العربية يعني قال نحن البشتمنا مبزعين ما بزعين ما بزعين لك ليه ما بقى بتحس إيه تالى من اشتموك مفروض تزعل إنت مفروض تزعل الزور العادي بزعل فهنا بشتمنع ما بزعيننا والبشكرنا بفرحنا خلاص يا إيه تالي غنوغو وقال الاسرع الجائين ومفضل لنا يقول ليه شوفوا في حشاكم اه ايه ده قوات مسلحة سلام عليك أنا لو تكلمت عن الجيشة الجاعت في شندي أنا بطلع القائد ده طابور وبطلع البرهان طابور وبطلع الوالي طابور وبطلع الجيشاته طابور ما عندكم مبرر يخليكم تجيفوا تعاينوا الدعم السريع يطلع يمشي لحد حجر العسل ما في مبرر يخلي السنار تشوف الدعم السريع قاعد في السكر بتاع السنار التغرير بتاع القوات المسلحة رفع التغرير إنه مصنع سكر سنار المعدات الحديثة وأجهزة الليزر وأجهزة القطع والمكانات والأفران وسهاريج بتاع التخمير وسهاريج بتاع السكر ومكانات التعبير الدعم السريع رفعها كلها في تاركترات في شاحنات رفعها وادوها هناك تشات فاضل الجملونات دي ببنية من زمن الإنجليز فشنه أغيم في المصنع ده من المواطن في سنار القوات المسلحة تفضلوا جو فشنه يعني ما هو المصنع ده سرقوه الدعامة الأمم المتحدة صنفت الموضوع ده عملية بتاع التخريب وتخريب منشآت وتكلموا فيه وخلاص انتهينا يعني فشنه أغيم في المصنع ده المصنع ده مفروض ينزل الواطن بس بالدعامة جوه بالدعامة جوه فشنه في الجيلي أغيم من المواطن في شندي عارفين ان الدعم السريع ماخد أسرى مدنيين الموضوع ده احنا ما نصل مرحلة انه الأسير ده الدعامة يقدر استعمله في التفاوض الدعامة حسي ما محتاج للأسير في استخدامه اذا بيقدر يطلع يكسر الدفاعات بتاع الجيش والحصار ويفك ويطلع من الجيل يخش حجر العسل ما محتاج للأسير بتاعك بحتاج للأسير ده لما انت تجي قوة حاصره في البوابة يصل مرحلة بتاع التفاوض والاستسلام هو الدعامة حسي سلاح الأسرة في الجيل ده ما استخدمه العمليات النوعية بتقوم من سلاح الطيرام في مصفى الجيل وسلاح المدفعية الموجهة ربنا الدون الصح والعافية ضربوا كل الحاجات الممكن استفيد منها الدعم السريع البنزين والوقود الصهارية الممكن يدور بها يكتل المواطنين في الفولة ايو انا فاهم الكلام موضى ده يا اخوانا اخسن بالله العظيم قابة غوسيني او ادنى غابة قوسيني او ادنى دي بحر بيننا وبيننا كبري خرطوم فتحت الباب بتاع الغيادة مهندسين قطعة الكبري مدرعات برج الرواد جبلوليا كبري صغير جسر طيارة واحدة قنبلة موجهة نقطة عرب انتهى شرق النير افتح الباب بتاع الكدرو حطاب افتح الباب بتاع حطاب نقطة عرب انتهى العيلة فون في يدك خرطوم جوا دعامي واحد ما شاف كاكي ما عارف شكل الكاكي حتشوفه من الدعم السريع الاقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم انا ما عارف يصدقه كلامي ولا ما بصدقه قبل فترة قام السفيع الحمدابي طبعا ظل مضلل وتربيته كده وسلوكه واخلاقه كده وانا ما عندي معه رأي ان شاء الله بقدبه في الميديا وفي الميديا بناده حس طبعا حانا بتكون قطاع ده الحطة دي عنلو بيهددوا سفيع الحمدابي ما الراجل بيهددوه يعني هو ما راجل اول بلوه سفيع الحمدابي عمل لايف قال الانصرافي وراكم مخطط الحرب تذكروا الفيديو واللايف اللي طلحت في شهر سبع في الاثنين وعشرين قلت لكم غدرة البرهان وغزوة الدعم السريع قلت البرهان لو بدد الحرب دي حيموته من الشعب السوداني تمانين في المية وحيعيشوا عشرين في المية لو حمدتي بدل حرب حيموت عشرين في المية وحيعيش تمانين في المية وانها قادمة لا محالة سميت لكم ضربة السور قلت السور لما نجي يرفس لازم ارجع ورا رجعت حمدتي الثلاثة شهور الجنينة تجهز نفسه وارضيته والزرقة جايكم دافر الموضوع ده جاي جاي تكلمت عن التوزيع وتكلمت عن القبائل وتكلمت عن حرب المدن وتكلمت عن المخازن كانت مكشوفة قدامي كده قلتها لكم قالوا الانصرافي مخطط مع الكيزاء للحرب عشان كده ذكره بالتفصيل ليت قومي يسمعون ما مشكلة العامل قبلها في الواحد وعشرين طلح حمدوق عمل خطاب كان عامل النجوم في يده لا انت ولا واحد من تمانية مليار ومئتين مليون بني ادم في التوقيت داك ده ابنا كنا قلبنا عداد تمانية مليار ما في كونزول في الكوكب اكتشفها الا صرفها جيت قلت لكم ازول لا بيتكلم عن انجلاب وتكلمت عن انو الخمسة النجوم دي بتتكلم عن تغيير حيحصل في خمسة دول لانو فيها اسمها فرغة النجوم الخمسة تكونت في الالف تسعمائة خمسة وسبعين فرغة بتاعت عمل خاص امريكية عندها سفونة وعندها جيشة براو تشغلاتهم بس يغيروا الانظمة قلت لكم ازول لا بيتكلم عن واحد اثنين اتكلمت عن كينيا وتغيير النظام في كينيا اتكلمت عن انو الحي يساندو حماتي ديل حفتر اتكلمت عن عملية قبل اغتيال قبل اغتيال ادريس ديبي اتكلمت عنها قلت ولدو حيمسك لانو فيه تغيير بشكل معين جاي معاون حماتي الطاقيم دا قاموا قالوا يا اخي سكتوا الاقاحاتها الفيديو بتاع الخمسة النجوم دا ما اقاعد السفياء الحمدابي اتهمني انو انا النبوء اللي كلمتكم بيها دي قال لا انا تخطيطي مع الكيزان طب دا ازألك سؤال عشان بس تعرفين كان ياتي لما جيت اتكلمت عن انو الهينوت حيعملوا ثورة في دبي كلموني الكيزان برضو قلت الكلام دا ما الله حيسألك منو ايها القحاتي انت انا المجيد قلت اليك الهينوت ديل حيعملوا ثورة في دبي وحيسيطروا على دبي وحيطالبوا انو نقصلوا البرلمان الكيزان برضو كلموني الكيزان كلموني قال لي النجوم في حمدوك دا بيتكلم عن انجلاب واحد عشرين اكتوبر الانجلاب انا نجيت قلت لك بالنجوم الخامسة هيكون واحد اتنين هيحصل تغيير وانجلاب بعدها باقل من اتنين وسبعين ساعة حصل الانجلاب بتاع حمدوك برضو كلموني الكيزان هس الكيزان كلموني قال لي الهينود هيعملوا ثورة في دبي مش دي تكلمتك قبل شهرين وقبل شهر وتكلمت لك عن نموذج الهينود وحيسيطروا على دبي وحيطالبوا باصوات في البرلمان وحيرسلوا للامم المتحدة وحيطالبوا بتغرير المصير حد دبي وحتشوفها حتبقى هندية انت في وانا في وهالكلام انا قلته انت ممكن تكون مافي بعدين انا ذاتي مافي ما محتاج احضر الكلام انا حقول لك كلام حسي قوات مسلحة سلام عليكم الدعمة سريع ما دام بدل الحرب والطلقة دي فكاه حماتي الحرب كانت لا محالة جاي ما دام فكاه حماتي قلت لك حيعيش تمانين في المية من الشعب السوداني حيعيشوا عشرين في المية حيموتوا حيموتوا بالامراض بالجوع بغيروا طبيعات الحرب ماء دام فكت طلقة حماتي حماتي فإحنا منتصرين حماتي لمن فكت طلقة الاولى دي قلت لك الحيعيش الثمانين وحيموت العشرين قلت لك حماتي لو فكت طلقة الاولى الشعب السوداني كله هي بقية جيش كل الشعب السوداني هي بقية جيش قواتنا المسلحة حماتي لمن من فقrew الطلقة الاولى حيكون متأكدين انها في اضعى حالاتي حماتي لا ممكن حاير någon القوات المسلحة وهي في أقوى حالاتها الجيش ده لما الدعم السريع ده بدأ الحارب تأكد تماما أن الجيش السودان ده تحت الماينس 35 في أضعف حالاته واللي حميتي معها بيتمرد عليه والله لو أزم ما يتمرد عليه بعد ما أضمن أنه كل المعدات كل القوات كل الأسلحة تحت يده حتى تمرد إحنا قمنا من براسنا القوات المسلحة ما تدمرت بالحارب الناس الفاهمة غلط قوات المسلحة ما تدمرت بالحارب ولا معسكرات الآن هي تحت سيطرة الدعم السريع القوات المسلحة اتدمرت قبل الحارب الآن هي اللي بتبني في روحها لا يمكن عقلية استخباراتها عسكرية في العالم تتوقع أن الجيش ده يصمد الصمود مستحيل ما في ذلك كان خاطف حساباته حميتي دقته في شرق النيل ومات في يدي ما كان متخيل الحاجة دي ولا البرهان ولا كباشة ولا ياسر عطا الدعم السريع الدعم السريع ما دمر مؤسسات القوات المسلحة بعد 15-4 دعم السريع دمره قبال 15-4 الدعم السريع ما حاصر القيادة بعد 15-4 حاصره قبال 15-4 وإلا ما كان يتمرد علىه الليلة صمود الغيادة العامة ده بعمارات المكسر دي هي مبنية التصنيع الحربي الدمره الدعم السريع ومسيطر عليه ومحتله ومحتله هو الآن محرر وهو الآن في قد القوات المسلحة ده تاني ما في ذلك بيكبر سيطر عليه يوم الجيش اللي خش التصنيع الحربي تاني محمد الفاكي بيقدر يفتح أبواب التصنيع الحربي للوفد الإسرائيل المكون من 9 أمفار من الموساد يكشف له تصنيع الحربي تاني حمدوك بيقدر معاه وزيرة المالية هيبة يكشف التسليح بتاع القوات المسلحة وشركاتها تاني في أمم متحدة ولا فوكلر بيقدر يخش اليرموك ولا بيقدر يخش الغيادة العامة لحد مكتب الغايدة العام تاني حبدالرحين بيقدر يعملوا له مكتب في وزارة الدفاع في كلام زي ده بيحصل تاني الجيش ياهو ده اللي تبني الآن الجيش ما تدمر بل مباني المكسرة دي بل بمباني المحطمة دي لكن جواها جيش ده أساس القوات المسلحة المباني دي نفيه رسائل صفارة واحدة صفارة واحدة الغيادة العامة تخصم بالله تبقى مية طابق فوقه تهد انتوا ما فهمين حاجة لكن طبعا لين القحاتة ما فهمين حاجة دي الناس مغيبين إذا فضى لين زمن بنغنعه ما فضل لين زمن إحنا معركتنا ماشي وقطرنا ماشي الجيش ما تكسرت عماراته وده لتحركت مؤسساته ولا الصادر سلاحه ولا تحركت تاتشراته ولا ماته جنوده الآن الكلام ده حصل قبل خمستاشر أربع البدعان لو ده كله واجهة ساي بتتمسح والله العظيم بيد نظيفة بتمسح والله الدخان ده كله دخانة سوي ساي كله غشاة ساي شنو ما في حاجة يعني بترجع زي ما كانت وأحسن مما كانت بتخش جواها عسكري ما معاك فوكلر ولا عيون خوانة ولا مراغبة دولية ولا ملفات تلوي يدك بتقعد في مكتبك تحدد الشجرة وانت الغايد عام بتقول تعليماتك لزول مصدقك لعسكري مؤمن بك لغيادة وجيش مؤمن بأنه هو دور يدافع عن الأمة السودانية ده زمان الجيش ما كان كده بتكلم عن هيكلة يقول لك الجيش بتاعكم الجيش بتاعنا يهدوبوا بيقى جيش يهدوبوا تخلص من براسينكم كيادة تيجي انت زول كلية حربية جبيد كابويتا تحييلت ده عامي دي ما وصلت مرحلة منه الجيش نفسيته تكسرت ولكن عشان تعرفوا صمود القوات المسلحة بيشكوا بيدقوا جرس وفكروا في انجلابات لكن كانوا خطيننا في حساباتهم لو كلكم اتوا النضاف دي اللي استغلته حتخلوا الشعب السوداني في مواجهة الدعم السريع مع قادة وضباط خوانة كان البلد دي ضاعت صبروا ديل اللي حكونوا بيننبزهم ما تتحرقوا ما تدقوا يهون صبروا تحملوا الازم من الدعم السريع وتحملوا الازم من قياداتهم وتحملوا تجاهل الشعب السوداني والان صمدوا يهودا جيشنا شنية عمارة ما كسرة ما عارف الدعم السريع كسر شنو كسر وما كسر شفشنو ما بين نظام البوت ده راعمل ليه ستة مصانع بتاع السلاح بكرة الصباح بيوقفوا ولا مصانع تكون جوه السودان زاته في المياه اللي غليمية السباخ بتاعتكم دي بتاعت الكهراء قوات المسلحة افتحوا الباب بتاع الغيادة بعد الدعم السريع إذا بتصدقوا كلامي اللي بقولوا ليكم وإذا بتصدقوا رياضياتي اللي بقول إليكم الدعامة في أركويت ما متوقعين الجيش يطلع لوا والدعامة في بري ما متوقعين الجيش يطلع لوا لأنه حضرتك أنت الجياشي ما بتفكر جيش بتفكر دعم يعني أنتو جيش والدعمة سريع اللي اتنم بفكروا تفكير واحد فهي الدعامي تقاعد عارف انه الجياشة ما هيجيو. ليه ما هيجيو? لانه هيقول انا والله لو جيت الدعامي هيكون قاعد اللي في شارع بري ده كل الابراج السكنية فاقها الناصة. وفيها الكورنيت. وانه احنا لو جينا مشين داخلين بري هيضخاروا لينا. فهو الدعامي راقد نايم وانت بهنا قاعد تفكر اربعتاشر شهر. انه بس تصل من الصينية بتاعت بري للصينية بتاعت البحر هناك جو بري سوق اه بحر اخر اخر محطة. كلها مسافة بتاعت تلاتة كيلو. انت اليوم كله قاعد تفكر. بس احنا لو جينا بيجاي بالدرايسة ما هنطلع بحشيش. قول احنا ما شين بي مربح ستة جينا بي هناك وشارع المدارس نادي بري كوريا خشين بيجاي سنقض �شع. واربعة. لكن الصفارة العراقية ما داعت فعل proch ur استج ups واربع هناك بخ غادي ما تجي بالبحر يا صاحبي. انت ما تجي بالبحر. انت فرب رد ما تجي بالبحر انت. ما فيها عامة ما بالغيادة العامة جيد السنة كلها قاعدين في البحر يقوموا اقطع البحر وبيجاي وجي رجعين بيجعد. اني، اني رألن مكونا السباح فاني ما تمسها لك تمسها هذا دبيرة ها. Dean دولة بيقطع البحر ساعة ثلاثة دور والله العظيم والله بوقف العربية بتاعته بينزل البحر بيقطع وبهناك وبيجي راجع بيجي رايب يتكلم مع فلادامير قرباتشوف اه الامة العربية ويجب ان ينسحب الهناي من السينة امر طيب هاي غزافي مالو لا لا ما قالي احنا ما عارف شنو كده عنده مشكلة مع شاد عبدالناصر دورة عرضها في الطيارة اهيش الشنطة وانتظارتي وحياتي بس عنده شنطة كده فانتظارتو دابول عنده كرفيت تبتاء ولابس الشورطة الشورطة بخوض معاك بنية بخوض معاك حريب بخوض معاك اي جولة ده النيميري يا زول اسمه النيميري والله العظيم يعني النيميري ده اسمه ما اسمه هو ذاته النيميري حاجة كده براو يا عمل الشغل ده بختلف يا مدعوم لوني يا اخي عومه في شنو ما الذي يمنع دخول القوات المسلحة الى بري لان احنا محاصرين لا لا انت محاصر في راسك انت ما محاصر انت مشيت لحد شعر عني كسرت حصارك وانت مشيت عمل الابتجازات متقدمة في الصينية وفي النفخ انت كسرت حصارك وعند التلات اربعة بواس القطع الكبرى بتاع الحديد مشو الاشارة كسرت حصارك ومحمد عثمان رئيس هيث الاركان مشا حفز القوة بتاعة السلاح اللي شارى قبل شهرين في العيد مشالون عربية ما منظلة لقطع الكبرى با عديل وعين بتاع ما منظلة تستساعر يعني دينا بيجيك السؤالة لعجيب دك اه يعني اسرس ازدعامة ديلي احني انتهى صرفه قصدك يعني شون طا الجيش ندفه وطا غوري يعني الانسان ما برضو يعني بيفكر يعني مثلا خلوا عربية محمد عثمان قبل ثلاثة شهور تقطع الكبرى ده وما سألوه بتتفاول عوز بالله من شهطان رجيم لا انا ما اعافق ما اعافقها يا زيدي لا ما انا مسلا بس سأل يعني يعني مسلا يعني مسلا سؤال يعني اه انا بجيك سؤال قلت مسلا يعني وده اتفاق مسلا اصرفه يعني كيف ثلاثة شهور الزلده رئيسية الاركان قطع الكبرى مشى الدفاعات المتقدمة في سلع اللي شارى وصلهم في العيد وحفز الدفاعات سبعة دفاعات متقدمة في سلع اللي شارى والدانكاش وجا راجع با كروزر وما مظل والدعامة ما اعملوا العاجب ولا هو ما في دعامة هو ما في دعامة ولا هو متفق معاون وهو طبعا الانسان ممكن تسأل الزلد العادي لو ما سبت روحه بسأل انا سيبقول اذا طعف طائف من الشيطان عوز بالله من الشيطان رجيم بس باقول لك مثلا يعني بفي ناس ممكن يسألوا ولا شو ناسي ده الغايدة لهم لما سؤال عجيب ده احنا بس الحمد لله ان الناس ما بتسأل الاسئلة ده والحمد لله انو النزاعتي ما بس سأل السؤال يعني كيف تتطلع تعمل تمشيط في بري تصل لحد الابراج هناك وبعد السفارة العراقية كلام ده قبل اربع شهور وتصور لي فيديو الصباح وتيجي ماشي بالشارع وصلت جامعة الخرطوم وصلت هندسة وصلت بجاية المتحف الطبيعي وصورت الكلام ده قبل اربع شهور واجي الليل اقول لك والله الغيادة محاصرة نعم الغيادة محاصرة لا افعي اسمها محاصرة يتوقع انت تفرق بالدفاع مع الدعم السريع ده ولا شو خدمة يعني اسبوع الدعم السريع بسك شارع النيل اسبوع الجيش بسك شارع النيل انا بقول لكم على الجيش الناس بتتساءل الناس بتتساءل ما انتوا قاعد كده معزول الناس من كنت اقول ليا حتعارف كلام الناس مليان لو لوة ناس بيتكلموا يعني قطيع انتوا قال الجبنة ده سي الاسر غيادة بتتكلموا في شنو الناس النسوان والرجال واحيات الله قطيعة فيكم معين انا شغالة مين تصبح اسمع جهاش ده لت صرفة خلي بالك وحسب مصادرنا وانا عندي زوال ضابط وانا عندي بتاعها اليوم كله قطيعة فيكم الله يجيش ده في الناس بيدابع طوام ما بيرضو لكن في الناس انا بتتكلم يعني نسكتون يعني احنا وجاربين الديمقراطية الحقيقة الديمقراطية البرهان اسمع قاعدين يسيب للبرهان ده لايف والله العظيم والله قاعدين يسيب ده الديمقراطية البرهان فالناس بديتكلم عسعتك يعني اتيو كيف تصلوا لحد دي مثلا الكبري قطعنا بحري مشين الكبري قطعنا بحري الصباب كافوري وتجي رايع تقول لي انا محاصر اه شنو انا محاصر شنو لا ما فيه انتق اي شنو انا محاصر شنو لما انحررنا اللي زعه اتا كده ما ضغط على الجيش يا صرف اميرنا الحدي فيديوهات فردية والله العظيم يسيب تتاني باي اما ما تطلع من الغيادة دي يا اه 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 اقول لي امياد علي يا اخي القحة دي ما عارف بتاعش او اما يشكل لدعواتنا ما ماش ما خلي بالك لا انت مرفية تلقي لا يعني اه اقول لي زولتالي لي يقول ليك مشتدكتور ليه يعني اه اه احنا صرف والله يمشينا الحروم داينا لك اه 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 هاااااااااااا..والله يكوحوا هيتلرowany هااااااااااااااااااااااااااااااااااا كليت بات Vitaminowserne الرؤقك يا ! لي من اعرفه ايدك شنوبه السباق وكتب ليه علاجات ودنيا وقف الهباب قمت وقفت الهباب جيت وقفت الهباب وطلعت اه صرفة اسمع الجماعة دلدقلوا حجر العسل طوالح اعمل شنو اطفضي اه دي واحدة جديدة والله زيناد بقفت دي زيناد ما بنزل دقلوا دقلوا عجر العسل اللبب اه باشو كيف هننزل ها السمبالة ما فالو ترجعون الى تاني صحاتي دي مرتبطة بالقوات المسلحة رئتي تتنفس مع الجيش الجيش ده مشى انا والله كويس الجيش ده رجع والله العظيمة هو ده حال دي لمن يوم اموت لكم في اللايف ده فهده اكفت شو صرفة لا لما يتزول برضو يراعي فهده رعية فهده رعية صحاتي كنت بعمل ثلاثة لايف هاي الجماعة ديل قال لك احنا مساحبين من مدني معانا الليواء الربيع ده ده دي كتور في التكتيك العسكري ماشى خندق بايجيش مدنه خندق بايجي السي النار اه 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 بقول لي اه 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 رعية لي صحاتي كيف يا لما احنا هصرفه بس يومين ثلاثة ان شاء الله هنقطع لك الكوبري تالحالفة قطعنا كوبري تالحالفة انجزنا المهمة رفع تغريرة مفروض ديل يكونوا كشفوا الشارع تعرفي من يوم قطعوا الكوبري ده لحد داسي لو زهر عليت شجرة منجة بتكون قامت المعالي ديل شفت القطعوا الكوبري ديل لو وديتهم حيروحوا اسمع دي قامت بتان امك اسمع العمارة الدعامي حاسك قاعدين نبرو الدعامي بكون اشتري من دعامي قطعوا طي فاتحة في الكوبري بيت كسروا كسروا وبينالي تالعطي طوابك لسه احنا طبعا الغيادة قال لك يا صرفة الهجوم والكاسح والنزول المعارف الماسح يا صحة دي ماريئتي الجيش احنا ماريئتي السودان ده والله العظيم هس يقول احنا ومرنا طيبة وحالتنا طبيعية قاعد في امان الله خايد جولة مع السعودية خايد جولة مع الجيش فتحوا لينا جبهة جديدة خريف نازل من فوق طلع وزير قال لنا اسكسروا القاعدين في المدارس تلاتة الف احصاهم قال لنا احنا هنجيب لكم خيم تطلعوا تقعدوا في الخيم معاكن اطفالكم ونسائكم والمرضى ودارين نفتح المدارس عشان نعلم اولا تعلمون شنو تختلف مع مليون استراتيجة عسكرية اصحروا ان الدولة عندها فارضة سيطرتة وافتحوا المدارس تتفتح المدرسة ولا تتفتح المستشفى طيب انت في الظروف دي الاولاد ديل هم الاستنفار وهم الحارسين امهاتهم او ابهاتهم احنا هنشيرهم من المعسكرات نودين المدرسة حيلو دار تعلمون شنو معلمون وطنية وطنية ما شايف مرة كبيرة وطفلة صغيرة وولا صغير قاعد في مدرسة بيته فارق وفارق شغله بيجا الان اكله شرابه في 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 المجهول بعد ده كله قال له اطلع من سكف المدرسة دي تعالنا دي خيمة نجد عك في الشارع هل يؤقل انه ده زول ماهو ده ماهو ده بيمرز ذاته ده منو الحيوان الفكر في الحاجة دي ده منو الحيوان الفكر في القرار بتاعك سالة ده ده منو الحيوان ده شوف الحيوان ده تقاعد هناك في 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 الشارق يا دراكولا شوف ليه الحيوان ده العمل القرار ده وصدقوا له منه ودار ينفذوا منه قسما برب الكعبة وجلال الله وعزة المعبود تعملوا العملية دي شفت المستنفر السودان دير كله انا ادخلوا ليكم كسلام وحيات الله بلك كده لما انت آمن واحنا بنتكلم عن عدم انسانية الامارات وبنتكلم عن عدم انسانية الدعم السريع تجي انت تكتلوا المواطنين النازحين 14 شهر انت ما فقدته 14 شهر ما رجعته بيته وبينزح يطلع بر السودان قاعد معاك مستنفر تجي تقول ليه اخر الجزاء انه انه حدار نقرر اولادنا حتقرر اولادك وطنية ما شايفك بتعمل في شنو مع المواطن السوداني حتقرره اخلاق وغيم ما هو شايفك بتجدع في الاطفال زيه حتقرره شنو انت في المدرسة دي اعملوا البديل للمواطنين دي اكرموهم عزوهم بعدين مش هفتح مدرستك لكن الناس مشغولة مشغولة بشنو بتحرير مدنة وحررتها لسه اما انت المصفح لسه فكيت جيش الغيادة لسه طيب انت بتعمل في شنو والمواطن بيجاي عندك ستة الف مواطن صراخات العالم بيجاي بتمسخر فيكم ما بيكلف وزير وزير الدفاع سلام عليكم عليكم السلام يوم المتحدة عندنا البساط بتاعة الجيش الوقفة في الشارك دي كلها بكرة صباح جيب لنا ستة الف مواطن دي في مصر احنا بنعاني لكن احنا طبعا علاقتنا مع مصر اصرفة الموضوع ما بيستحمل يعني طبعا ودينا السفير الفريغ العدوي وهو بيعرفت عامل معهم مواطن سوداني ماشي في الشارك بيتعرض لانتهاك انا وقلت لك ما بلهم المصريين ولا الشعب المصري وقف معانا وقفة جماله وتغطى على سيئات بعض الافراد منه بعض اصلا نحن اخدوا جولة معهم لانهم احنا لما نتهاولنا في الوجودة الاجنبي احتلوا السودان مصريين من حقهم يجيفوا في حقهم ما بتكلم معهم ولا كلمة انا بتكلم مع حكومتنا اربعة عشر شهن لما ننتقلت بتنسحبوا يا جيش ما خليتوا مربع امن في السودان صدينا قلنا ام درمان راجعين وقفنا ام درمان دي عشان علقه للناس تلقالها حتة بعدين ترجع فيها في نص الرصاص والزخيرة والتدوين الناس بترجع ام درمان معناه شافة الويل بر شايف الويل في تشاد شايف الويل في ادس ابابا شايف الويل في مصر شايف الويل في السعودية مواطن واحد ما قادرين عليو انت تعتقلوا السلطة السعودية ما فيزو في كل راجل قادر يردلن ما ترد للمواطن انا اكتشف الليلة سبحان الله متابع مع الجماعة دي سلام عليكم عليكم السلام طبعا الناس بيقولوا في موضوع غسان نمسك فيه غسان بل لك الحصل لغسان لانه عنده علاقة بيصرفه الحصل لغسان عنده علاقة بالسودان ما بيصرفه صرفه ده بعد لو عشر سنة وبيقعد ان شاء الله الى ان يرس الله الارض لا عيدنا تمام الحصل لغسان ده برفع لك راسك انت لكن قروبات القحات الشغالين اسمعوا امسحوا الفيسبوك امسحوا صفحات صرفه عشان ما يجوكم عشان انت بتديع دينك بيدنيتك البرجع لك بيتك في السودان ده ما صرفه قلوبكم وافئدتكم معانا وجيوبكم وهواكم مع القحات ومحمد بن سلمان انا قلت يا اخوان اذا كان وزير الخارجية السعودي عنده الحق يتدخل في الشان السوداني ما الذي يمنع السوداني انه يتكلم في الشان السوداني انا جايب لكم العزة والكرامة موضوع غسان ده حيغير السياسة التعاملنا مع السعودية تدعموا الحاجة دي ولا تقيفوا ضدها احنا والله يا اخي احسن في السعودية شغلوا هنا بالسبيكر هو بتكلم في الشان السعودي بتكلم لانه سعودية بتتعدى عليك انت السعوديين بتكلموا عن الشرك وبتكلموا عن ال لانه اعلامكم ضعيف ويننا الشباب اللي قاعدين في تيك توك ركزوا ليه على المسألة بتاعت الشرك دي وفيديوهات الشرك السعودية تمشي السعودية انت لابس لك سبحة يقول لدي تميمة وقفنا في المغابر وقدارنا شيل الفاتحة في شهداء احد لا 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 انتوا كده بتقولوا يا فلان انت بشوف الدعام ده شغال 67 حجاب 67 حجاب ما خلوا محايا ما خلوا شيخ ما خلوا فكيه السعودية بتدعموا الشعب السعودي مفاهم انه الصراع ده بين البرهان وبين حمادتي على السلطة يقول لك انتوا والله والله السوادنا انتوا من المسكين من المسكين لانه فيه اعلام مضلل غسا انده طبعا موضوعه ما فيه نقاط اتعرفت فيه مجموعة من المحامين بقايدنا المحامي ذاته باستثماراته باسمه بقروباته مشرط عليهم محرج عليهم ما تجيبوا قصة الجيش دي في قروباتكم هسا يقوم قلنا احنا اليوم بتدعمل مع السفارة مندوبة السفارة بمشي ما بقدر يخوش لي غسان عارفين ليه لانه ما عنده خطاب رسمي من السفارة انا اكتشف الموضوع ده الليلة ازول يعني مندوبة السفارة الشباب المتابعين معاه هو ما مقصر والله واقف اخيرا ما عنده خطاب رسمي يخوش للجهات الامنية السعودية الحاجة دي انت ما ممكن تحصل ليك انت وتحصل ليه بيتك وتحصل ليه مرتك انت ما في دولة بيقول لك اغامتك ترحيل لكن لما انت لقى ناس يتصدوا ليك وتلقى ناس يقوموا حقيقة الصفارة دي الطاقمة الفيه ده من سفيرة ليه زولت تحدي كل حيتغير بيقصة تغسلني البكفلوا تلفوناتهم والمبردهم انا ما حخليكم طبعا ما لانه انت عملت عشان بوظيفتك دي ما عشان تبني بيت هتبني وين بيتك دي ولا انتو الشغالين في الصفارة متخططين تطلبوا لجوء بعدين في السعودية مش هتجو راجعين السودان دي ولا حاجة تانية اتفاجأ انه المندوب ما عنده خطاب عشان يخلش للجهات الامنية والله يااخ بس الناس يدوني يوم يومين كده ليه يديو يوم يومين انا هقوم للزلد محامي وحصادم النظام السعودي براي وحصادم المؤسسات السعودية براي فهمت محامي من جوه السعودية ومن برة السعودية ومنظمات وحفتح بلغ في النظام السعودي وفي الامن السعودي وفي الناس الفتح والبلاغات ديلا حسب الرصد بتاعهم إنتا بعدين حتمشي بتصدوا للموضوع حسب الجروبات مسكيرينه إنتا بتخش بياتوا مطار بالمطار بتاعنا ده بتخش بتخش كيف التأذل العاملين فيها مصدرين للموضوع في الجروبات وخوفوا في السوداني نسكتوا ليه نسكت إذا كان محمد بن سلمان بتكلم في الشأن السعودي السوداني ليه نسكت إذا كان خارجيتنا ما قادر تردوا على وزير خارجيتهم إنتا دي دولة دي منظومة بتقاتل عشانا ده جيش بيستشهد وده ماء وتضحية ده الرد البروان إنتا ما بالصادم ما لك في الحاجات هزي دي تجي السعودية طوالي الجماعة بيخندقوا قباش يظهر لنا في النين اللب إذا هزول إحنا دارناك في موضوع السعودية ده وزير الخارجية بتاعنا هزول طبعا مشهور الصين لا أزول بس السعودية ده أزول ده قال أنا مع إجماع دولي حقوم بإجراءات لإيقاف الحرب في السودان كلها فعل 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 حيعمل 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 ما فيكم زل يرد يطلع صرف يرد يقول لك بيخرب في العلاقات الزلد ده رجعنا بيفتننا المملكة والله إحنا اللي حمكتافنا من خيرة يا باطل أنك باطل أنت ما عارف التامنة اللي إحنا بيقدمه ولأنه الأقليل للشعب السعودي صورة غلط الحرب ده ما صراع بين البرهان وحمد ده ده ما حارب بين صراع بعدين أنت يا شعب السعودي الموضوع ده حتمشي من ربنا وين فقه ومعادلاته الرياضيات في مسألة وجوب الجهد وتكلمنا إنه معركة الحزم دي قالوا عليها جهاد راسه عديل واجب طيب ربنا سبحانه تعالى عايز ألكم هو إنتم مشيتوا أجرتوا مرتزقة وجبت رجالح رسولي الحرم وبيتي إتك مواطن سعودي قاعد في السعودية دورك الجهادي كان شنو هل يجوز شوف السؤال ده أقسم بالله العظيم وجلال الله وعزة المعبود أنا قاعد أخش على المواقع بتاعتي اللي فتحك قدرن دي في إمتى كيف بمشي بغرص الأسئلة دي ما في سؤال لا مشابق جوجل ده مش قدامك هسي جوجل قدامكم أكتب فيه هل يجوز الاستعانة بمقاتل مجاهد في بلدين وأهل البلد لا يجاهدون بتعملوا في شنو موسم الرياض يا النشمي موسم الرياض موسم الرياض موسم جدة وتركي على الشيخ قلينا فيه تعاون حيتم بين هيفاء وعمر ديب طيب هل في الحالة دي الجهاد يجوز ولا ما يجوز إنت أهل البلد مشغول باشنو عملنا البارات الحلل فتحوا بار حلل يا رجال يا النشمي يا براكان تركي المزروعي خالد الشمري هزاع البلوشي عسير بيشة يا النشمي هل يجوز الاستعانة بمقاتلين للدفاع عن بلد في حالة الجهادي وأهل البلد مشغولون ب كريستيانو رونالدو دا بعين في 400 مليون دولار هتمشوا بعدين وين يعني انتوا حسبت دعموا في رموز تقدم البسيء للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا انتوا ما عندكم داك الهدى 44 سنة دا بس عشان قالنا تصدى لحملة فرنسا ضد النبي تربسوا جدد 17 وجدد له حسب 44 سنة دا ما حيشوف التشمس لكن ان شاء الله حيخرج من أصلابكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحملوا الراية دا موضوع مدي ممكن انت ما تكون انت الزول دا لأ في غيرك تعتقلوا الزول عشان بيتكلم في الشهن السوداني وتدوا روحكم المساحة وتقول لنا اجعب لك دموقراطية طبي دا عندك يا زول تداول سلمي للسلطة تشوفتوه وين انتوا مع عبيد عبيد تستعبدوا من ملك وادملك جدك من جدك لانت كلكم أجيال مستعبدة منصوبة لزول سعودي اسمه سعودي دولتكم ما اسمه السعودية احنا السودان منصوبة للوم منصوبة لتاريخ مصر منصوبة ل مكسيك انت منصوب لزول انت داخلك زريبة تيتقول لي يا الزول الزول شنو انت بتعرف الزول شنو انت بتعرف الزول وتاريخ الزول شنو انت البحصة اللي يا غسان دا حيغير ليك المؤسسات الخارجية ومحطات كون القاعدة بره سي صفارات مفتوحة في الفاضي ملحقين عسكريين ما قادر اجيب له طلقة واحد ما قادر الصد سفير المنتظر خطابه اللي بكفل في تلفونه بالجرجل حجيب اسمكم كلها واحد واحد واقسم بالله العظيم عشان الشعب السودان يعرف غيمتكم انت والدعامة واحد البتعملوا فيه في كسلة دا انت والدعامة واحد البتعملوا فيه وتخلوا مواطنينك وتتخلوا عنهم في اثيوبيا انت والدعامة واحد دا يلجأ لم نحسي لجأ للقوات المسلحة وانتظر الجيش تجيب السبب انتظر القيادة القيادة والله محاصرة ومضغوطة مشى اثيوبيا بضربوا فيهن النار والغانا بتحت الجزيرة والبي بي سي بصور في الفيديو لهم صوروا مواطن المراسل بتاع الغانا كان قاعد لما العصابات دخلت لهم معسكرهم اللون شهرين حايمين على رجلينهم امشوا وين دا يا برهان حايمشوا وين ما هي دارت الدولة دي ملفات كتيرة يا برهان فيها ضغوطات قسيمة ما دارت قسيمة متحملة تتحملة عندك جدول في اليوم بخط الجدول بتاعي زيك وزي الولد في المدرسة بتدوه واجب بيصححوله وتاني يوم بتخط الواجب قدامك اعادة السودانين في الحدود الاثيوبية فتح المعابر مع مصر حل الخلافات معارف السعودية اطلاق صراحة فك الحصار بتاع الغيادة فك الكده بتعمله في جدول بتكتبه في علبة السجار بكرة الصباح بتيجي الصحيح عملت شنو ما عملت شنو منول ما عمل كده تكتب اسمه جنبه تضرب لتالفهم اللي ما سويت ليه ما سويت الحاجة دي ما سويت والله سعدتك لانه انا كتا اعزار وليجيت منطقية ما بتغيم تزول الغايد وصلت المرحلة لانك الغايد وصل الحتة دي لانه سمع كل الاحزار كل الحنك ازول لما خطف الاتش ار ده ده بكون سمع حنك في الكوكب انت الغايد سمعت اي حنك والله سعدتك انه طبعا ادخر من البنزين رسل لو تانكرين ولم بارح رسل لك ستة تاناكر والله سعدتك في التاتشيرات اللي بيجاي بيطلع لك التاتشيرات قاعدة يوم داك رسلنا المناقل 150 تاتشير كارتي كارتون يا صاحبي مرشوش ومضروب ابوه من برصان شغل بتاع بل جايل البل هنا لما كانت مر معارف الكراب وش نط ضرب شغل اللي ضرب فيه برصان جاهز ويور شن زخيرة شغالين النازل معك زخيرة ايوها القوات المسلحة الشعب السوداني البمر بالمرحلة دية وتتخطفنا الطير وبقينا يعني اصل في شأننا وكلامنا يعني حسل بديره المشهد بتاع دعم السريع قاعد المدينة شعب السوداني من كرم واكرام الله عز وجله دا شعب هام شعب لا يمكن يدير مشهد الدعم السريع احنا الدعم السريع دا ما عدونا احنا عدونا جوان دي الدعم السريع دا مظهر من المطامع نفوسنا هو بحرس الغيم السيئة في نفوس اي زول كعب بيقى دعامي واي زول كعب في اي مجال لازم يبقى دعم السريع لانه الدعم السريع بيفر الحماية احنا عدونا جوان دا البرهان الحرب شغال ما طلع قرار للناس القاعدين في اثيوب يرجعون ولا انت بتقول لهم خلين استاهلوا استاهلوا ما هم مرقوا امنوك البلد دي وما وقفوا عشان يزيدوا لك عدد الموت وثقوا فيك انك يوم من اليام حترجعون استاهلوا يعني مثلا ماشو مصر استاهلوا ماشو السعودية ما مرقوا لانه الجيش قصر في واجب حمايتهم والجيش اتأخر عليهم في مدن سقطت اتباغتت لكن في مدن ما مفروض تسقط الجزيرة ما في مبر خلها تسقط كيكل دا وقجة دا مع كل من ينرفع التغارير يا ساعتك في الشرق النيل كيكل دا بيرفع النفر بمليار ونص متفق مع ناس بيبكاسي بيديهم خمسمائة بخط المليار في ايجابه يا ساعتك والله يوصلوا لحد الان خمسة وتلاتين يا ساعتك والله في تلاتة الف يمشوا لحد مدني يا ساعتك وصلوا الكاملين وين الجيش مواطنين قاموا لجوا ماشو السيوبي مقدر ترجعهم تأمنهم ما تعملهم تلاتة معسكرات في القضاء رف وين المشكلة أنا دعرفهم المسؤول من وزارة التعاون المسؤول من وزارة التعاون منه المسؤول من وزارة التعاون منه التعاون الدولي وينه وزير الخارجية كيف انت بيتنون في بيتك هادي ونايم مرتاح جنبك مرتك وولادك وحفادك وفي طفل مطارد من عصابات في بلد ما بلده وما عارف شوارع وما عارف طلعته ونزلتها. من غابة طلع سمموا لين الموى بتاعت النهر. اشربوا ياكل من وين? اضربوا. الامة المتحدة رفعت خيامة خلتهم. انت كيف وزير الخارجية مرتبك بي من قروش الولد ده? انت بصار في الليك قروش مرتب وزير خارجية موظف. موظف ساعتك وسيادته كلام فاضي. انت موظف. دورك انه الملف ده تمسك وتنتحي. لكن قدامنا ملفات كتيرة اصرفها. قدامك ملفات كتيرة عندك صفارة في اثيوبيا. دورة شنو الصفارة في اثيوبيا ان تتابع اللاجين. ما قايمين بين شغلهم. جوازاتكم الدبلوماسية يتسلمون له. البحثة القاعدة في السودانية القاعدة في اثيوبيا الان. هل ما وقدر التوقف اتماعة حامدوك مع ابي احمد. ولا قدرت توقف خيانة الايجاد. ولا قدرت الليلة توقف المبعوث بتاع الاتحاد الافريغي. وقاعد مع ابي احمد وزير الخارجية الاثيوبي الليلة. بيتكلموا في الشأن السوداني. وحضرتكم ما قدرت تتوقفوه. ولا قدرت تتحموا مواطنينكم. ولا قدرت تتأمنوا مواطنينكم. ولا قدرت ترفعوا الشكاوي. كل الطاغم بتاع الصفارة دي يجي سلم في السودان. انتو خوانوا دعامة. الله على الميتينكم اللي ميتين العينكم. تركبوا جونا راجعين. في التاريخ الزول اللي بسجل في التاريخ. كان داك اللي بتكتب في تاريخ السودان. اكتب الحتة دي في التاريخ بالليون ده. انو اثبتت الطاغم بتاع الصفارة المعين فاسوبة انهم خوانة وعملة وهم عبارة عن دعامة. اكتب الكلام ده. اي موظف بتاع دولة يجينا. من البرهان اللي اصغر زول. يجي يقول لنا والله اتعرضت لضغوط معناه انت زول ما سوي. انت زول ما كويس ما نظيف. ضغطوك. ضغطوك لانه في شيك كاتبو. ضغطوك لانه في فيلم صورو ليك. مش هيت حشرت لك في ماخور ولا في بار ولا باريت احلامك. لانك زول ما كويس. فلو زول كويس ما تتغلد المنصب ده. جيت وحس البره ده يقول لك اصرف صحتك. صحاتي كيف يا اخي بتاع كسلة بترط في المواطنين. فرحانين حسبوهم تلاتة الف معلاء واحتاج اللينا لو اربعة في الخيمة زي زي تلتمية خيمة اكيد تقعد في الخيمة انت المسؤول. مؤجر لكم في احسن بيوت في بورسودان. عشان تخدموا المواطن مش تجاعدوا في الخيمة وتقعد انت في تلاتة طوابق. والمطبخ بتاعك نيكل. دي ما نعيمك اللي حتشوفه في وظيفتك دي. الله هيحاسبك باو. واحنا حنحاسبك في الدنيا. احنا ما حنخليك طبعا. يا برهان. خطط العسكرية دي. دارينا شوف نتائجة واحد اتنين ثلاثة. مواطنين اللي احنا بنصبر باش شعب السودان الان واضحة. اعادة مدني. ربط القوات المسلحة. الغيادة العامة المدرعات المهندسين. عندنا بيجاية المصفف تحجيلي. تختار مصفف الجيلي ولا تقطع الكبري. يا غسان عبد الماجد. كيف اخبارك شاء الله طيب. طبعا كل الناس بيحبوك ومتابعين معاك الليلة انا شفت الفيديو بتاعك الخاص الرسلت ليه وقفتكم. يا اخي والله العظيم الواحد يعني يعني بسيد عليكم. وثيغة في الله عز وجل بيسبات كنوا بيصبركم يا غسان. والظروف اللي بتقاتلوا فيها. وانت عارف وانا عارف. احنا مفروض نطع الكبري بتاع الحلفة هذا. والرجال المبايعين على الموت في سينار بالمناسبة فيه قوات مبايع على الموت. اقتحام في الغيادة العامة فيه. ولا ما عملتوا الكتيبة اللي بتبايعها للموت. تصل من الغيادة لحد بري. ما عندكم الكتيبة المبايع في الغيادة. في المدرات في كتيبة مبايع للموت. فيحنا غسان نستفشر خير ان شاء الله بقضاعة الكبري الموضوع ده ما مفتوح لانه الغيادة غير الترتيبة. يا شاشارح سلام عليكم تبا. الشعب السودان ده المعركة اللي بيخوضها الان اكبر من المعركة اللي بتخوضها انتوا في الميدان. ودبلوماسيا مفروض تكون معركتنا اشد وشراسة من معركة المدرات. يعني الناس ما قايمة بواجبة. فحس انتوا بيقوا عليكم التكلان. والشعب السوداني ده مستند على اكتافكم. والبلد دي جايم على اكتافكم. دارين والله يا اخي الفرغة التالتة. الكلام منطق منطقة. التعليمات جات من السيدة القايدة العام واللواكم ده ما نفزها. وانتوا ما سألتوه. لانه انتوا يشكل لكم كده ركمتوا الى الحياة الدنيا. بكرة نسوانكم بيختصبون زي الخرطم. بكرة نسوانكم بيختصبون ويختفون زي في الفاشر. بكرة نسوانكم بيبيعوهم في. اذا انت يعني شنول بتقاتل عشانه. خلاص احنا النازل قدمنا التضحية الكافية. احنا ما ضحينا عشان السودان ولا احنا ضحينا عشان كنينتو. عديل صبرنا عشان كنينتو. انتظرنا كل حد ما تجيفوا على حيلكم. تبنوا جيشكم. تبنوا قوتكم. تستعيدوا طاقتكم. كنا بين عينكم والله من. كنتو في الغيادة محاصرين. في سلاح المهندسين محاصرين. في الاطبة سلاح الطب محاصرين. بادي معاكم متر متر من كراري. لحد سلاح المهندسين. خطوة خطوة كنا حسبين معاكم. اخواننا هاي ما تخونوا جيش الشارع. ما تتكلموا جيش الشارع. فيكم اه سوء عجيب. فيكم الناس سارقوا بيوت المواطنين قلنا حلال وطلعنا ليكم فتوى. وجبنا لكم من اسياد البيوت في احياء قالوا ليكم شيلوا اللي بتقدروا عليه. والبيتحتاجوا ليه والما بتحتاجوا ليه. فداكم. اي جهة اعلامية بتطلع تتكلم عن القوات المسلمين. مسلحة. شفنا صور انه كون خاطين تلاجات في الموطر. شفنا الناس بيشكوا ان القوات المسلحة والله في ناس نهابون وكتلون. بنقول والله جيشنا ده احنا بنسأله. هو في مرحلة التغيير والان في مرحلة العقيدة وفي مرحلة بناء نفسه. احنا معاكم. احنا ضحينا بععراضنا وبناتنا انتهاكون وانتوا كنتوا جنبا وانشايفينهم. بينكم وبين بتاع الهلال شارع زلط. بينكم وبين الداخلية ومستشفى الولادة الخاطين فيه لبنات شارع زلط. احنا انتظرناكم متناغر شارع. بناتنا لما نحملوا. احنا من انتظركم. التضحي دي قدمناه لكم انتو. بيننا وبين الانتصار خطوات. يا برهان يا الربيع يا غيد الفرغة التالتة. النبي صلى الله عليه وسلم لانه بشر علمنا. في فصلين. في الدنيا. شتا وصيف. الله عز وجل لما نوصف لك. يا ايها المدثر. ويا ايها المزمل. في الشتا متغطى وفي الصيف حران. الله وصف لنا. النبي كان موقف. شنو اللي كان يرتعد. وبيعرق. لانه هو بمصر المرحلة انه لازم يصدق انه هو نبي. لازم يصدق انه هو منتصر. دي كانت معرقته مع نفسه. لما انخلى في الاحود وخلى في الجبال ما هو نفس المرحلة. جورين انه الانسان لازم يؤمن بين نفسه. لازم القائد يؤمن. وراح نتقدم تعليمات. امشوا. لكن لا انا نحسيه بتحسب. تحسب لا الله انت كيف يعني. لما الله عز وجل اداك شيك على بياض قال لك. ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت بتحسب فيشنه. يا اخي المشكلة رب انا عارفة. واقصى ما تقدر تعمله عملته. وصليت رجعتين الليل ومركت تاني عندك شنو سوي. قال لي ارزقه من حيث لا يحتسب. يعني شنو حيث لا يحتسب. يعني تيجي تقول عندك والله مشكلة مالية. والله اخوان انا مش الدين من البنك. ابا. الدين من صاحبي. ابا. ابيع دهب المرد. المرة ما في. ابيع واطة ما عندي. عربية. حسبت او را قطرونتها. الله بيديك من حتة التمع حاسبة. لا تحجيك دين. ولا حجيك قروش واقعة. ولا حجيك تلقلت كيلو بتاع دهب. كل الحياة الخطرت في بالك. الله قال لك انا برزقك من حيث لا يحتسب. نقطع را بنتها. ما زالت الايمان بتاع القادة في الغيادة العامة. لازم نفتح الباب. لازم نقطع الكبري بتاع الحديد عشان نصل الاشارة. حننتظر منو يعمل لنا الحاجة. لانو الطرفين منتظرين زول يعمل الحاجة دمنو الزول ده. ناس المدرعات منتظرين الناس اللي شارة يجوا فيكوا حصارهم. الموضوع ده احنا قاعدين اربعتاشر شارة. يا سعدتك حول. الوضع كيف عندكم? والله في متحرك كده جاء لكن جماعتنا جغموا. ويتو كيف هناك? والله دونونا بغازفة هنا اسرائيلية من اركويد. هل هي لا كيف? عشوكم والله دع الشينا بدري اهي دونونا والله لكن. والله ده الحرام ده. ولبتين يعني ما هو. والناس البرق عاديهم والله يا صرف ياخي. ما كل الناس بيدعان يا اخ. والله يا ربنا بس يكون في حوان المواطن ده. والله احنا بس موضوع ده بس تعليمات راجينا من فوق. والتعليمات بتجي من الله عز وجل. يتقاعد في الغيادة دي لان البرهان ادهك تعليمات ولا الله يدهك تعليمات? يتقاعد بيتعليمات مينو? تلابس الكاكي ده بتعليمات مينو? اخترت المهنة اللي نهايتها موت دي بتعليمات منو? لابس تعليمات البرهان ده? قلعوا ساي. ما بنجيهم نقول بعدين شهيتها. كلهم واضحين مع انا. قال لي لا احنا لا انت ولا البرهان متعرض للضغوط. الضغوط المتعرض لا انا شخصيا. سبوت الراكز لحد النهاية ومؤمن واثغ انه الحق هينتصر. والموضوع ده منتهي. حضرت ما حضرت ده موضوع انا ما بغي ييم الله. انا ما بختبر الله. الله عز وجل قال الحق منتصر موضوع ده منتهي. ضغوط اللي احنا بنتعرض له ولا اش اولا لا الدولة بتصرف عليه. ولا الدولة حارساني. ولا الدولة عندها تواصل معي. ولا شغال بكم. باخد جولة مع السعودية بوقفها جربة حمرة. يعني بتاخد جولة مع مصر يتهزل دبلوماسية. اوقفكم كده برجلكم وارجع اكفر الله يفضل وارجد انهم في امان الله. وما عند لكم اي حاجة. انتو جيش واعلام ووزراء واموال صلاحيات وعلاقات. الواحد غالب يفتح اللي باب بتاع معسكر ينشي يحسن له موضوع. لان احنا لو تقدمنا الدعم السريع ممكن ردد فعله. الناس ما ما حسبها كيف يعني. بدون في المستشفى بتاع النو. خليك من المرضى والشهد الكل يوم بيتغيروا في المستشفى النو. اتكلم عن الطاقم الطبي الواقف بس في مستشفى النو. ده ما بيستحق التكريم تكريم التاريخ انه انوا واثقين في الانتصار لدرجة كل يوم بيداون في نفس الحتة البيدونوها كل يوم. دي ما رجالة دي ما سيخة في الانتصار. نفس الطاقم. اتدرجوا لانه في نقص في الاطبة الكام ممرض بيقى طبيب. والبيقى طبيب بيقى جراح. والشغال اسنان والشغال صيدلة بيقوا يعملوا عمليات لانه في نقص في ادعلموها في الاربعتاشر شهر. الحيطة وقعت بتاعت النو جاتوا غناب ودير صابرين ومنتظرين ومنتصرين بيكم. رجع المواطنين ومدرمان. لانه والله ياخد تدوير ممنج درشونية. احنا اربعة مدافع في محيط مدرمان ما قادرين تحسيموها. جيش وقمر صناعي وجواسيس. هس الاسبوع الفادة عشان الناس تكون عارفة. الجيش جاب له منظومة بتاع التحديد المنصات حق الدعم السريح. لا لكن طبعا دمجينة شغيلة طبعا. لازم تجيبه ميتين ام اللعزار. لازم تحشونه باللعزار. انا طبعا لما نجينا نعمل الطابور سر باللعزار. يا خلق اللقومة جدي يا خلق. ملوك اللعزار. هوي دارين حاجة واضحة راسة عديل. المدني دي رايكم فاشنة. مدني. او القوة دخلت حسيح السنار دي تحسن سنار تاني ليه وما دي ما بيجيها حوية. الجيش الفي سنار النازل تطلعوا ليهم عديل. واش ليه واش? دوشكة ليه دوشكة. ما يطلع من البيش دولة واحد. لانه بكرة الصباح بيعمل الالتفاق بيجي لنسوانكم. بيعمل الالتفاق بيجوا بيجوا القحاتة والجواسيس القاعدين في سنار حيوصفوا ليهم بناتكن العمرون عشر سنة واثناشر السنة. بيصوروا ليكم. تاني انتو غيركم ما انتو ما عندكن زل تلجأوا ليه. انتو الملجأ الاخير. الله عز وجل هو الملجأ والمنجأ. لكن انتو ما عندكن حتة تاني تمشوها. احنا المواطنين بيجي نقول وينه الجيش. الجيش بعدين يقول وينه المينو. انتو حتقوله وينه المينو. حس عندكم الفرصة. جوكم. اثبتوا في الميدان. قاتلوا. ما لانه نحن والله يدحرناه. ما في تسمع دحرناه. الدعاملة ما نقاتل الجيش بخليه ينسحب. ييموت. يا يأسره. احنا مع الدعمة سريحة نعمل نفس الكلام. اي تعليمات تجيك انك يا جيش تنسحب من معركة وترجع مركزك وما قتلت الدعاملة ارجع على الغاية بتاعك المسكة العمليات والمسكة الغرفة بتاعت السيطرة والمسكة الغيادة الدي طلقة وامرك. انت كده عنقصة الولاية بتاعتك مطابورة عارف. الدعاملة ما قاعد يعمل لكم كده. ماضي منكم مركته من مدني مبخليكم. مبخليكم. ماضي منك مركته من الفرغة 16 مبخليك. ماضي منك مركته من الفولة مبخليك. انت ولكن جاين والله دحرنا العدو والله بللناه اللي قبل والله في اسوار المدرعة اسوار. شو نيازو اللبتين انت اسوار. اللبتين يعني دار منه اللي تحرك يعني. انت دار منه اللي تحرك للدعاملة برا. دار منه اللي تحرك في اركويد. دار منه اللي تحرك في بوري. دار منه اللي تحرك في شرق النيل. دار منه اللي تحرك في حجر العسل. دار منه اللي تحرك في جيلي. انت. ما في زلغيرك. موضوع ده تقعد في الوقتها نحسيبه. احنا تخطيطنا تبتيكنا حركاتنا العسكرية انه احنا والله ننجز الاعمالية دي. بس باختصار يا.